يا أهلاكم سهلاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم هاني واليوم أخيرا بنزل لكم مقطع قصة ناتلان update 5.0 للاكت الأول واللاكت الثاني أعتذر لاني اتأخرت ولكن المقطع هذا ما أدري كم مدته وباقي ما منتجته ما أخذه من بث مدته 8 ساعات أخذ مني وقت مرة كثير يا جماعة أتمنى أنكم تقدروا طبعا قبل ما نبدأ نسمع ودناكم لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب والله يسعدكم ولا تنسوا شيكوا على متجر تويكس إذا حابين تشحنوا بأرخص الأسعار وتجهزوا للشخصيات المستقبلية في لعاب القاتشا وكما لا تنسى شيكوا على المتجر ودي إذا حابين تبدأوا أفضل بداية شيكوا على باقاتهم ولا تنسى تستخدموا كود خصمي كوديتشي عشان نجيكم أفضل الخصومات حرفية من قلل الأرباحي ورافع نسبة الخصم عشانكم قبل ما ندخل في المقطع في عدة نقاط حابة نبهها رقم واحدة ترجمة هذه رح تكون ترجمة كلامية مكتابية أنا ما عندي فريق وأنا الوحيد اللي قاعده منتج المقطع وما رح أكون نفس أحد غيري هذه ترجمتي أنا الشخصية وترجمتي مو صحيحة ودقيقة مية بالمية ما نمترجم جوجل أنا رقم اثنين المقطع عبارة عن رياكشن وترجمه في نفس الوقت وترجم لكم الأشياء المهمة وبنمشي على القصة بالكامل رح أسكم ممكن بعض اللقطات اللي ما لها داعي ولكن غالبا رح تكون يعني القصة وخلاص أتخاف هذا المقطع رقم ثلاثة طبعا اللقطات السينمائية اللي هي هم شيء أكيد ما رح سكبها وأخيرا حاب أركز على هرجة أنه ترجمة ترجمة مباشرة من كلامي أنا مو كتابيا أتمنى تستمتع بالمقطع وأتمنى إن شاء الله أنكم تفهموا متأكد في النهاية إن شاء الله رح توصل لكم الفكرة وطبعا في النهاية بعطي رأيي عن القصة وعدنا نشوف اش بيصير إن شاء الله في الأبدات القادم غدا جدا متحمس للقصة استمتع في المقطع مشاهدة ممتعة ما أدري إذا داع مقطع يوتيوب أو لا ما أدري كيف حقصه لو كان مقطع يوتيوب وما أدري إذا سترجم نشوف إش هلوضاعه بس اللي سمعته إنه في سواليف كتير في الارقون كوست كالعادة يعني يا الله بسم الله قصة ناتلان الأولى في 2 هاكتس لو خلصنا هاكتس وان يكون حلو بس ما توقع أما تحت نعم ما أحتاج أشرح ديه إنه راحين نتلعنه كتاب عارفين عشان ما يعني ما نضيع وقته كمان يعني باشرح الأشياء المهمة قاعد يقول هذا الكلام وده أحب ترجم على طول بس يعني نيوفليت قال إنه عن المنطقة إنه هي منطقة مملكة التنانين في يعني ما هي تبديه؟ تبديه تنشر في ززيراتها حضرتها تسوقها حال 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 ها ما حيجي ماتك في مكتب وداكة ها يا الله والله حلو منهم إنهم جايين يودعون ويشكرون على الثكرات الي يعني أخرناها معاهم من فونتين مر حلوة صح إنه في سومرا صار لنا النفس الشي بس مع دهية و مدرمين مدري أنا بس الفكر دهية في النام هاي ها 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 ناخد صورة انه باي مون كانت خايفا وهل ناتلان ما فيها بشر بس تنانين وكذا فرنا قادة تطمنها تقول لنا لا بالعكس هم يعني بيرحبوا في الناس وفيها بشر وكذا هناك نافية تقول في ناس من حق المنظمة حقتها برضو راحوا هناك زاروا ناتلان نجو بتلحقي ما انراكيوت ياخي ما انراكيوت ما انراحلوا ما انراحلوا ما انراحلوا ما انراحلوا انهم قاعدين يودعونه تقول واحدة صورة بتحطها في الجريدة والتانية بتخليها لنفسها اتوقع انه اللي احنا كلنا متجمعين فيها بتخليها لنفسها لنفسها غريبة منها لانه هي اصلا اكيد كونها ك... ايش سموها جيرنوليست مادريش اسمها بالعربي اكيد تبتنشر دائما الصورة والاخبار القوية فالصورة التانية اقويس بتخليها لنفسها انا كده فهمت من كلامها يعني طيب حلوين يا الله ناتلان صحفية مادريش بنسيت كلمة صحفية لامو هذي لاموه صحيح قايمون تقترح انه نقابل الاركونه عشان نعرف منطقة وبعد الكلام بس اوكي ايييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كوتشينا ناكيو هناكي كوتشينا هو يا شكله الشاكه القبيلة وقعدين يتسفولها ها لا يبطلوعوا ايه كبروا يبوا هي تمسك منطقة حزينة يكون مت يقبليا شكله steepات فريق تعرفنا كاتشينا تقول انه في بطلات قتلية والفازين هم الأبطال وفي افريقا معينين هي الكابتن حق فريقه بس لحان ما عندها واحد في التيم حقها دوبهم الاثنين طلعوا دولار فيما يقول انه المفتاح للفوز للفريق هو الكابتن قوته يعني كيف يقدر يرشده وكيف قوته وكيف تكون ردة فعله على الوضاع الصعبه وكدا ا Rollins نحن حتى ندخل الفريق آه يا الله قاعدت تقول ما معيصير vaisل الأسف يبس يعني الحقينه he's all頭 a هم اللي قدر يدخلو اللي منو $ött اتك죠 تقول لماвид قد عرض انه يدخل في الفريق قبل كدا ما يعبروها كثير مدر ال�يess حتي يعملوا يبعدوا عنها عشان هي ما تسألهم انه يدخلوا تيما تقول انها ضايفة تتعلم مننا انه هي تطمح انها تصير زينا تساعد الناس ونكون اقوية وزي كده تقول ما رح تجي في طريقة وبتعلمنا اوضاعنا تلان وكده ومرة واحدة تتعلم شي شيين مننا بايمونغا تقول انه من جد شافتنا انه احنا قدوتها هو يعني تحترمنا مرة تقول دائما تخسر فاذا خسرت خلاص عادي يعني ما مشكلة ما حد يتوقع منها شي ثاني تقول ما ممكن ان احنا نعلمها تفوز هادي القبيلة حقاتهم Children of focus يعني اول كانوا افريقا مقسمين قالت تتكلم عن فريقا وكده اما هادي هي القبيلة children of focus نا جاتنا مجانية لتقول سيتو تقول اعلى ابوهما كان يبوها ترقص نفس اللي هنا دولا بس هي كانت بتكون محاربة باب نا تفهم على كلامهم دي اكي نا باون مستغرب انه هالدولة يعني اعتبروا من عائلتهم تقول اكي قاعد تقول انه الناس اللي يجوا من بره ناتلان دايما يشوفه ايو اللي قدامها دا الديناصور الكي مون الكيوت على اساس انه حيوان اليف بس قاعد تقول لا هو مو كده ايه من جد اعتبره من عائلته وكده حقي ناتلان كده يعتبروهم نا 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 ناس ما قلت يعتبروهم عائلة يب من نفس قبيلتها و القبال الثانية برضو لهم ايه ثانية يعني وبرضو عندهم يهم الاسموهم سايورين تقريبا سايورين دول البوكيمون سايورين صورات تقول هي من البداية انه ناتلان تعتبر برضو مملكة السايورين فيعني برضو معائلتهم يعني تبرو يبكن اخوها يقول انه كل السايورين عندهم كمان شخصيات كلواحد له شخصيات يعني حتى هنا وصفتهم بالكمبτανين اضافا مثل المرافقين يعني مثل التصبيبين نا هوريو يا الله يا اليو هذه الحجرة عندهم مهمين بالنسبى لهم غريبة رأيت اسميم لك حركات اعس قgovern APPLAUSE قبل الاماتها مسؤوليتي يقولون بعرف مين هذا يبدأ ما هذا؟ يا الله كيف عرفنا؟ مرنا من كل الناس كيف يعرف هذا؟ يا الله هذا فان يا أمنا يا الله يا ساتر نقول لنا تلان مملكة الأبطال ونحن دائما نحاول نذكر نفسنا بالأبطال ولكن هناك مثال ملقب السبع وعشرين وعلى سبع وعشرين حرب خاضة أو شيء زي كده قد تقول أنه آخر حرب خاضة وهو عمره ستين كان شايف قاعد أجيب مثال عن واحد هذا الحجر جوز الحجر اللي نحن واقفين جنبها توقع ذي موجودة عند كل القبيلة ومرة مهمة بالنسبة لهم كأنهم حاكمين القبيلة حرفيا مهمة مرة بالنسبة لهم يعني شوفوه هما أنه حجر هذه تحت الأرض وهنا في المدري العالم قدري قالت أنه الأركونة ممكن تشوف الحجرة دي تحت الأركونة شوية لدي درجة مهمة بالنسبة لهم الحجرة دي تختار أحد من القبيلة حقتهم يعني لأنه في كل قبيلة فيه حجر المفروض اسمها وايوب أنه يأخذ القطعة دي اللي مع كوتشينا واللي يأخذها هو اللي بيكون يعني زي المختار من القبيلة مدري ممكن بعدين يحكمها ولا شي ما عارف كوتشينا هي اللي مع هذه يعني حتى هي بقيت يقول إنها ما هي متأكدة ليه الحجرة اختارتها بين كل الناس زي البطل يس توقع لو كنت حكم فيها مما دخل لا ما عارف حس حس لا بس في النهاية الحجرة يعني ما رح يعني قاعدين يقول إنه ما رح تعطي أي قوة طوالة كده بس يعني هي وجودها كزي تحفيزي يعني قاعد يقول إنه فيها تقال مقولة زمان إنه زمان الناس كانوا يشوفوا الحجار كمعجزات وكده بس دحن المستقبليين يعني في الوضع الحالي اللي احنا فيه شوفوها كقوة قاعد يحفزها ويقول لها ما عليك ومدريش حتى لو أنت منتعروا الحجرة اختارتك ومن ذلك الكلام أنت بس طور نفسك وخليك القوية من ذلك الكلام بنسألة هل بايراركم بتكون هناك ولا لا في الستيديوم تقول إنها هم واحدة هناك فبتكون هناك ما قلت له إنه ما في أحد من فريقها إنه ما عنده أحد فريقها ما قلت له عشان هو شايب شويتين وقالت له أكيد بيجير رغم الأصابات اللي فيه من ذلك الكلام مستغربين إنه أنا مع نااثلان ما قدروا أنو ناخد قوة الباير وهذا شيء غريب المفروض تجينا لكن ما جاءت أنا مع نااثلان ونرح من السراء اهههه.. إذاعرض له حركاتنا اوه أوف 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 هذا الليكتور حقنا هذا الماء أوف 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 والله حركات يا الله ههه كله نمو دايم يبدأ Actanta نغير الأضرق نسكده بسرعة بتحاول دي جيو يا الله زعلانة بتصير زينا اوه تنين جونجلي رمالة ما قالت سوف اش حق البايرو ان ما بيجينا ما نعرف ممكن نعرف من القصة اكيد بيجاوب على السؤال ما راح خلو شوي زي كده سواء نفدال عرقون كوستا او اللي بعدو حتى احنا قاعدين نفكر ايش الوضع يعني اللي صار بالستاتو انه ما جاتنا الفيجن ومو الفيجن معلاش الالمن باكيد لها دخل تخيلوا في النهاية ما يعطونا فيجين بايرو بتكون مدبوحة بس توقع لها مستحيل لانه كده حانكوتينا قاعد تقول اوه هل ممكن يكون بسبب انه الارقونة حقتنا مختلفة عن الباقي نايت ناحية نفس البايرو تقول سمعت انه بالنسبة في الممالكة الثانين او المنطق الثانين انه الارقونس يعني يعيشوا الفترة طويلة ومر اقوية بزيادة بمثابة اارقونة يبقى تقول بايمون انه هذا الشيء يعني مو مو زي كده في ناتلان اوه 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 يقول لا كل بايرو اارقون في ناتلان كان بنادم عادي عشان كده احنا سمعنا من زمان انه ناتلان الحقهنا بس يموتوا يعني هي شخص عادي حرفيا يمكن بشرية مرة قوية بس يمكن هي البشرية اللي محد قدر يهزمها في الساحة حقتهم حقت المعركة هناك فما ندري ايش الوضع وسكة افتكرت فورينا يا أخي قصة فورينا مرة موجعة فورينا وفوصلور يعني حرفيا الشخصية دي الأركونة ما تعمر نفس باقي الأركونز يعني كل الأركونز احنا نعرف انهم جديدين كلهم جديدين يعني 500 سنة عارفين يعني زي الرايدن نعيدة كده دولة 500 سنة من يوم كنارية تقريبا كلهم جديدين معادة جونجلي وفينتي أما لا حقين البايرو عمي كم 30 40 بالكثير 20 25 كده كل دولة دولة موجديدين دولة يواد فريش قاعد تقول انه هي متأكدة انه البايرواركون هي اللي تقدر تجاوب على الأسئلة هذه يبغال من روحني قابلا قاعد تقول انه هي تعرف اقلها انه حتى لما تصير البايرواركون الشخص يكبر وخاص يعجز ويحتاج لراحة بشري يعني او كأنه عارفين ايه تقول انه الساتشوف ذو سيفنث اللي هو البرج اقلي هيلنا ذا تقول انه ممكن يكون شكله على شكل الاركونة اللي موجودة حاليا ما يفيكا بس اكيد انه هذه صدفة لانه فيها شخاص كثيرين مسكوا هذا المسمى خلال السنين يهو مسمى البايرواركون كنت حاس والله شي غريب قاعد تقول انه البايرواركون اتوقع عنده هي الساحة والله ما ادريش هذي بس عموما انه كده يختاروا البايرواركون فهي احد يمدي ياخد المسمى ده بس همشي انك تثبت قوتك فحرفيا هي اقوى شخص في ناتلان فتخيلوا انه لو واحد هذي ما خلال سير بايرواركون ممكن دائم بايرواركون قد تسال انه من جد بس يعني في النهاية كله عبارة عن مين الاقوى هو الاركون تقول ليه فضيحة والترو المفرض يكون الاركون اقوى احد يعني في المنطقة اقلها بس ما ادريش غريب شي غريب احسن انا الي خليني اعتققى في ف هي نظريه السلايم غي رفقة Bourbon كان الاركون قفل اسلايم صحيحة وانا فاكتي ما ب insanely ماذن استمر وانا قوي نظريه بل معطفان درجكبتين noteder هذا هو السؤال اركون الاركم بايرو متى او كرايو هو لا تصرف اسد الا اذا كان الكرايو الواجدmpreا se استخدم بايرو ende. والله ما عادري شي غريب طب مين اللي يعطي العنصر في النهاية مين اللي بيعطي عناصر البايرو كل مرة هركم مختلف طب مين اللي بيرمي والله ما نداري ما نداري لسه في اشياء باقي احنا بداية القصة بداية القصة مرة تقريباً تبنية اربعين دقيقة بس في شيء كثير نبغى اجاباتها عارفين لسه وادري وادري ممكن نجاوب على دحان ممكن بعدين ممكن هذا هريستيا ما رح تفوق إلا إنه بعد كانرية شكلها يعني قاعدت يقول إنه الاركونة حقتنا فازت فوز مر قوي بزيادة كان بزيادة يعني قاعدت فوز كثير وكان كان واضح إنه هي الاركونة لدرجة إنه ما في أي أحد يعني أفكر غير كده حتى الشياب اللي شافوا الاركونز اللي قبل قاعدين يقولوا ما قد شافوا الاركونة قوية لدي الدرجة أحسن خليهم من قلهم يناموا خلوا الحوتي ونيوفي دا يضارب معاهم ويصحي أخوان والتنين التانين تقلب حرب بس طبعا نحن نفقي نشد ما رح يسوي شي زي كده أي شيء يبوه مستحيل نفس ريونين رايدن وواندر مستحيل خلاص واندر رجافة ما رح نشوفه خلال ساعتين قاعدت تقول على كلام الشايب اللي كنا عنده في القبيلة أنه يعني مستقبلا كل شوية لازمت له الأرخونة قاعدت أن تقول أنه ما رح تتطلع فيها عرجة أنه بشر يصار أرReكون فج H président دعنا نشوفها طبعا ينفي حيح tah ، قاعدت بس قاعدت تسأل أنها تدخذنا ما حصل وتمع بنا نزوم يا الله يا ليلة رايدن ترقن ديم مشكلة يا الله تراما جايب البايموت لو نرى قوات الاركون تكون أقل واحدة يعني بس من الكلام اللي دحان احنا شايفينه بالنسبة لي ايوه لانها بشرية وصارت الاركون يعني بشرية هي تعتبر مازالت نوعا والله ما ادري عشان كده احنا لسه ما نعرف لان دحان ما نعرف فما يمدين اي ممكن تطلع هي من الاساس الاركونة يمكن يطلع من الاساس هي كل احد يعني صار الاركون قالوا انه بشري وبعدين صار العركون هو عركون من قبل لا احد يدري اللسه بس كوتينة قاعدة تهدينا و تقول انه لا العركونة حقتنا طيبة بالعكس تتقبل انه الناس يجوا وترحب بهم تنبسط بهم كمان يعني ماير زي الرايدن شاو أيها زمانة صح من جد ما نحنا متعودين قاعدة تقول بس حقي النات لا نقدر يستخدم Hutام وال forgot فخلينا نشوفه مدين م Society هتوقع دي بيمديل ان نستخدمها اوك ما دلش سوها انا بص يا الله غفية يا اخي احنا وبي او مينجا او كنيتش او لا دي نصار او كي دبه حسرت كنيتش قاعد يدب اوك 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 اسمه توتو يا الله اوك ايجا تفرقه ما او نعم اسمه توتو سايرن فرند تقول ده اكثر واحد فرند اللي هو توتو اهههههههههههههه اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هذا هي الصحة العربة الملعب كانت توقعني بنقابل الناس بس ما هي لقاتهم يا الله والتاني هي إخويه ساسكي يبالي تابع ناروتو ما بدأ قاد يقولون قد ضيعوا وقتها لا مدلش لا فخم يا أخ فخم تصميمه رهيب بعيد يا أخ هذا أكثر شي أنا متحمس لدحن في نطلعنا صراحا ممتاز يعني في الابديت اللي احنا في قيب خلينو الابديت اللي بعد و بعدها يا أخي يا الله يا أخي رهيبين يا أخي والله رهيبين قلت شن انهم سووا شي زي كده ميري نايس مه مولاني قاعد يتساءل انه فين التيم حقها انه ما هم شايفهم راحوا التيمات الثانية عشان يبوي يفوزوا هذا عطاها الزود من الآخر يعني سحبوا عليك لا تستطيع النافسها كثيرا هذه بتحفزها تقول لها انه انت اصلا بما انت ضعيفة قوية بس تاجي انك توثق بنفسك شوية كان بقي لها ثلاثة فوزات وكانت توصل للمدري حرب النايت ووردن هذا مالذي توقع الحرب القوية اوه يقول لنايت ووردن هذه معناتها حرب حقيقية تشوف قوتك الحقيقية c bass بس او لا هيقو الحرب ضد رجالة انا بس او هنا فرضو من جد طل المكان انا بس اه قادت تقول أنه لجائز انك تفوز في المسرح الحقهم ولستاديوم انه تروح تحارب مثل اينا نحن بعيدين من كلام ذلك عشان كده يسمع النايت وردن ورز وهذه توضح من أقول الناس اللي يستاهلوا يروحوا يحرب لبس عشان يحموا مدينتهم هل قد تقول مهمتنا يعنح سألنا انه هذا خطير وكده تقول اكيد وس يعني لبس ما لبس لازم يعني حماية المدينة من لبس انه مهمتنا ومحنا الحالنا في هذا الحرب ومن ذلك الكلام وعندنا البلسنغ حق الاركونة هذا بيخلينا انه نرجع بسليمين – الالسلام البلسنغ حق الاركونة اللي هي تقول كاتين انه اسمه أودي عراءة الراغة يعني كأنها hinausو يكفي وا translamatة للحياة لا fantasma فهمية من الإ Kristi يجبك اننا ترجع رجعاء الميتان ها تقول لي بس هن المرء لا وليس مغف عن الحacoنا عن طريقية هاركون çıkط Howard ون تم اطبقه حم três عدا والكت Ruting ومشست سوف نرى إذا أريد أن نسجل كفريق الذي اسمه مع كاتشينا وكوان دا دولة أحط أنه أجاوب باقي ما رجع قاعدت يقول بس غالبا ما راح يوافقوا أنه نسجل يا الله يلا قاعدت يقول أنه تيما مو مكتمل وقاعدت أطالع فيها ممكن فيها أحد يأتي تيما حقيقي يا الله عشان شكله كنيتش قوي قلت قريت مخي قاعدت يمدح أنه هو قوي ومده الكلام يقول إضافة قوية للتيب حقي قلت قلت ما عندي مشكلة بس يقول ما بيخليكم أنت وكاتشينا فريق من اثنين فيما يقول المشاور في اثنان يقولوا أنه ما احد يحارب لحارب يخايف أنه وكاتشينا نزلها تحت لأنها ضعيفة قلت قلت قال ما عليك انتور الكلام اكي عشان بيدخله في نفس التيب فالناس قاعدين ممكن يشوفوها يشوفوه أنهم انهم ش اسمه كاوردز يعني خوافين لانه ما هم معاهم الحجرة ديك اللي في البداية افتكرتو الحجر اللي عند كاتشينا صلعت مولاني برضو عندها الحجرة هذي هي ماخذة مسمى القبيلة حقتها برضو شي زي كده لانشينت نين بيرل مولاني هي كده برضو مختارة من قبيلتها من الحجرة دي حقتها بقعت تقول انه اثنين معاهم الحجرة دي بيشوفوا الناس انهم يبهي البطلة حقت قبيلتها الناس بيشوفوا انه هذا تصرف خوافين وكده تقول ما عليكم ان القونين محطت شي زي كده من الممنوع يعني ما اعطونه فرصة ثانية يا الله يلي يقول خلاص هو بيصيبها انه تروح تكلم التيميتز حقها انه بيصيروا خلاص تيميتز السابقين لأنه هو ما يعرف التصرف في هذا الامور تقول هنأكيهم ما أستاهلوا انهم مسمعوهم preferred بspision من انتظر مولانا ليش بها الاعلام قلت تقول بايم انه كان فيه ثلاثة اعلام وفيه احنا قاعدين نقول انه فيها علامات غريبة اه هذي حقت القبائل وكان فيه ستة قبائل فنعت لهنا كل علام يمثل قبيلة يا الله ياخن بويس اكتر بيرفكت عليه بيرفكت يا اخي تعرفوا اللي ماعرف اش رحب بس يعني بيرفكت عليه يا اخي وقاعد يقول usz compose فجأة قادت يعني حقت قايد بتستطيع روتيض يعني şekilde admits � brave تقول هي اللي ور ظنال وهناorge نعم اوكي اكون بيراجب بنفسه هو يعيش في الجبال العالية وعنده معلاقة قريبة من Dartmouth يوم كاسورز مدري دولة دي نصورات معينة وليش هو من قبيلة الكانوبي الكانوبي كانوبي مولاني حق السبرينجز دي أكت أسهل واحدة سبرينجز مولاني واضحة حقت مويا يب وحتى كوان قبيلتها حقت المويا حقت البحر أسهل واحدة شو جذبته يا الله كده حقت البيكسلات برضه رهيبة أبقى الكلانات حقت الورود وماستر اف دي نايت ويند وكولكتف اف لينتي ستة قبائل أتوقع هي أنت بتحط كينيتش معاهم التانين تقول إنها متقبلوا الوضع إنها بتطلع منهم وإنت صديقي ومدريش أتوقع إن تتخلي كينيتش يروح معا اللي بتسحب عليهم هو بتساعد كوتشينا أتوقع التلات البقية بيطلعوا في المستقبل هي ممكن لهم التانين قاصة أكيد قاعد تسعر إنه إحنا بدينا ندخل والله وهي أصلا حق نايتلات بس إحنا بنبرع عالم تيفات همنا يا الله بس حقي نايتلات تقول تكفى تكفى بس يلمروا يا الله بس تحين بس أرم السيدة انصرية ويقعد تقول إنه الهدف كمان من المشاركة مو بس إنه يختاروا أقوي الناس لا كمان إنه يأخذوا مدري نار من المعركة ولا مدريش مان يفاهمش هذي قاعدين يقولون انو ناتلان راح تكون سليمة من الابس طالما انو النار هذي تولع دايما ويعني كنيتش قاعد يقول انو هذا هو سبب الرئيسي اصلا قاعد يقول انو كل احد يشارك سواء فازة وخسر بيكون هذا يعني حماية لناتلان وهذا شي مر وامتاز وكل احد يعني يشارك يقدروه طبعا والنار هذي ما يمديها تطلع الا هذي اثنين اتحاربوا من ناتلان خايفين الوضع يعني احنا كدوا بنمزح من نارجة عنصرية ومعنصرية الوضع تام ما في عنصرية طلع له سبب قوي ورها الابس لو جاهم مصيبة احنا قاعدين يعاني من الابس في كل منطقة اه نو يقولك لو في احد يشارك من بره ناتلان ممكن النار هذي تتحول لنار ثانية نار مش كويسة وما يصير كله يرجع للنار هذي قاعدة قاعدة يقول كّايمون ليم وكل الناس يحاب ومع بعض طالما ما فيه ذلك ترجعوا من الخطير OP قاعد يقول ان القوة ترجيع للحياة هذي عندها حدود اعنا البداية لا يمدي احد يرجع للحياة علا لو كان عندوا مدير انشينت نام لما هم العشار نفس كتشينة مع هالحجرة هذيكه شفناه في البداية عشان كده انه اي احد يعني لو شخص عادي فاز ما كان مع هالحجرة مو على طول يودوا له بس يعني عشان حمايتهم طبعا قاعد يقول الشرطة الثانية هو انكم تفوزوا يعني ما تخسروا يا ساتر قاعد يقول انه الفائزين لازم يولعوا ويكونوا ساطعين بس الخسرانين لازم يتحولوا للرماد قاعد يقول انه الخسارة في المعركة مو ما بس معناته الموت معناتها كمان انه راح تخرب وتنكسر الانشنت نيم حقك الحجرة ديك ما عد بترجعلك اياها مرة ثانية نحنا قاعدين نتساءل انه طيب الخسرانين هم اللي يحتاجوا نرجعهم للحياة لو خسروا وماتوا ليه الفائزين طبيعي نرجعهم للحياة ايش ايش هذا قاعد يقول انه فكروا فيها كفريق مثلا 5 اشخاص بيروحوا اللبس اوههههههههه تقول لو 4 اشخاص الخمسة ودعوا çek Link Dead, resources and mechanics by — انو ترجعهم للحياة هذه راح يمديكم ترجعون للحياة بس انو بشرط شخص واحد هو انو يرجع لازم شخص واحد يرجعهم كدهكم قاعدين تلعبوا مدري زومبي وماتوا وانتهى الراون بدأ الراون جديد يرجعوا ويقول عشان كده لازم الفريق يكون مرة قوية غير كده بيكون في ثمن الخسارة بشكل كبير عشان كده يقول انو اول خطوة للستاديوم ده البلغرمج وانو لازم نتقسم كافريق عشان نشوف كيف هذا الشي مهم انو الواحد يعني يشتغلوا مع بعض الناس نكروا المقولة اللي قبل انو محد يحارب لحاله شلامه قوي يا اخي قاعد يقول محد يحارب لحاله ذكرنا بالمقولة اللي قبل ويقول انو هذا الشي اللي احنا دايما نؤمن به محارب واحد لحاله محارب بحيد لون ووريور يعني يكون شخص يحارب لحاله دايما هو اللي بيموت في النهاية او بيخسر في النهاية خلام قوي احس افتكروا احس الله يسر تقول انو الخطورة دايما موجودة بس مع بعض احنا دايما بنمشي لقدام يعني وفي النهاية عندنا دعم الاركونة يعني دعم جاي من كل ناتلان ومن الاركونة حقتهم يقول هو بنفسه في مرة خسر في معركة قاعد فترة طويلة في ما اسمه هذا حقته القبيل حقته يقول ما قدمر بشي زي كده قبل كده ويصح ريلم يقول ريلم اه لا مل قبيل حقتهم عليش راح ريلم مكان ثاني حق الوايوب اللي حق الحجار هذي راح لمنطقة حق الحجر ياخي اسمه وايوب هذا اللي يعطيهم الحجر فانت راح هناك يقول لا يحد من يروح هناك لازم يكون عندك type connection بينك وبين اللي ويوب لعن إذا لم يكون مملكة الظلام او المملكة الليل يقول المكان داي تبرو مكان يعني غريب بين الجسم والمخ والحياة والموت ناااااااا رجع يا الله يلين يقول انه فالنهاية انه هو خسر خسارة قوية مات بس قلت يقول انه من الاخر انه انت برجعوا كل الحياة هذا اسوى شي صار في الدنيا قلت يصفل في بعض قلت يقول انه طيب خلاص يعني أنا قلنا اني طلعتك من التايم اوت ما دريش التايم اوت هذا مين يبقى التايم اوت في الشات قلنا اني طلعوا من التايم اوت يعتبرتها اسوى شي يا جل اهههههههه.. البيض غ مايتي دراغن لورد قخول ادور اكه يكمل التسجيل ب 강يش اكه مجان الى كلبي و developers لاي على الاركونة يتعزمهم كلهم لأي والاصديقاء المداخلين بديه ضente في الأوقات شدال عداد volunteers يا ساتر именно كاليران جوع نقول كل ما تب نراعت كل شي مجان يا الله قاعد و يقولув عيناهكو مجان نتحرك خلينا كل لن نجيب الاركونة سكة قلبية من الفاتور قاعد يقول قاعد يمضح في الاركونة انها مرة طيبا ونقوم بعمل كل هذا عشان الناس ومن يشتاولون يقول بالنسبة للمشاكل نجيبنا طريقة حبس عجو في الوقت الحالي عشان لا يحتاج نشيلهم لا تنجد نحبس بايمون زيقو قاعد يقول لا كنتشو واجو دائما هم كده يعني وفي النهاية يعني اصدقاء مرة قريبين من بعض قاعد يقول انه ما يصير تستخدم عمرها هكا عوذور لازم تصير قوي يعني بعض وقاعد تقول لها انه اثق فيه ومدرير انه الويوب هذا يشوف شيء يميز فيها تقول خسرت سبعة وثمانية مرات ورا بعض حاليا تساتر يقول قاعد تقوى شوية شوية وقاعد تصير افضل بس يعني الاندحان ما فازت ما هذا قاعد يقول انه تخسر سبعة وثمانية مرات وموم مرات عادية ما هناك كانتش معهم في التييم ولا لا لا صراحة ما نعرف الله ما كيف كنا نعم قاعد يقول انه لا تنس انه الحجرة حقتك الاندحان عايشة ما زالت موجودة فهذا معناته انه ما دولي سابقين اللي كانوا معهم الحجرة برضه يعني أثقين فيها لا نفهم رجلة الحجر بلدنا شويتان قاعد يقول انه غير كذا بتكون خلاص خسرتيها ودمرت في المعركة سيباقي نظمون وقال تفكي عشان كل حد طيب معاها في قبيلتها بعض الناس أو كثيرين من الناس ما يجوا عندها ويبعدوا عنها مسكينة يا الله الآن بتأكل عشان صير أقوى للمكرة وكذا يا الله قلت تقول لها ترى الدماء بتجي على أكل يا الله راحة تحط مشربت لهم يبعصير وي جابت عصير من بيتها يا الله كانوا لونش بوكس قلت تقول انه شنطة طعب فيها كل شيء يا الله قد يقول انه بجي بس شكل هذه راحت شويتين يعني تجيب لنا العصير عشان تروح تفكي هناك شويتين لحالها يا الله مسكينة دول الاثنين واضح انه يهتموا مولاني تشوفها انه كأختها الصغيرة راحت تلاتة مرات اللي ايش اسمه اعتبرنا خبرة بحرب الظلام ده اللي يروحوا للأبيس اذا ما خالف ظني ولا مرة احتاجت انه ترجع وتحيا دائما تكون توكيوية طلعوا جودة احنا يا الله مزعج يا اخي ده اتوقع كان بيصحيهم وده جاب العيد يا الله قاعدين تكلم عن النوم بدأ يجيين النوم عندي احساس بنقابل شخصيات هنا في اله شاء ساكا ولا حقت الجيوية يلا خلينا نروح نللس مكاننا شوفوا هذا مكان الاركونة كيف الكرس الفخم ده شوف يجيزها اخي متحمس وحاط شي فراسي بس ما بتحمس انه المكان مرة يحمس ان شاء الله ما يكون دسبوينتين هالله بيرح في الاركونة يا ساتر يا ساتر jumps هااااااااااااااااااااااا شاونا يا ليل مولع يا يا ليل بسي زي التقراص يا ليل نرى تمشينها المفقرة لتولي شمعة جدا يا الله انها لا تقرأ الالبسكة كمدة الجقدمة انظر قوية قوية كافو ابتكلم معها ايو صاح خلت حلو لمولاني خلت كينيتش انو يروح مع التيميتز حقونا وتفهم وانبسط انو معهم كينيتش كينيتش يحوت مستحيل بشرية انا هذا اللي جاه في بالي ام قوية شكلة وحوتر اوه اوه شه فانز تشاسكا يا الله فانزات احنا فانزات كتشين يا الله اوه اوه دا دي 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 ملع يا اخ اوه في خلق تقيل قداما فلش اوه لو سوى حركة هونكايو خلونا نلعب بهم حلوة تطلع ترى هون توصري حلو حلو مره حلو نايسو اخر مره افتكر سووش يعني اللي افتكروا انا ممكن سوو شئة تانية بس قاعدين تقطقوا عليها اوه لا تقطقوا اوه تقطقوا علي كتشين اذا ما لحكت ما شفت اش قالوا مدري تشاسكا مدري اش صار لها التيم حقها ماذا بذا ياخدوا اللي جمعناها اوخر بس حلو يوروك ان الناس يعني يعرفوا بعض وقد يتقابلوا قبل كده يعني فيه حلو مره مهاجا قاعدين ضربوا على النام ناه ما نحن بدنا اخدها دعهم انا اخدها كده لا ما معا لا عاوز منو ضرب عشان تولع شو ما نولع ناه اولعت النام نايس اصلا نرجع دحان كينا كاتشين تعرف يم فيه ناس عندهم نار هنا نها قاعدين نضرب شو ماذا نحن قاعدين نطالع من في كبان ناف فوزنا و الخطاف بدي المسي اللي تكلمتكم مشوية بسم الله هذا المسي سن��ا لكن الخطوات تانية فريقوا بخير بقببي لما يقولون عشرة توقع دولا كانوا يحتوي على المسابقة قلت لها تفتكرين انت حركتك الأبلة خلتنا نخسر على طول سكولفايد انطردوا من المسابقة يقول خلينا اضرب يلاي نشوف منفوز يلاي اضربين بناجز السكوريتي يحبهم دولا الله الله خليكن شئنا التجلودهم يا عم مر هوه الفزعة هيا انا موجود ها نحن موجودين أه لا تضعب يلا ، وانت قل لهم weakest في المماركة اذا من جاء تقاتلوني انا جاهلا يعني يعني متوافق ... بس بعد المعركة بعد التورنويات ام قالت لا تزاع الأم وابوها وحقاها هاللي يوصلوها لهم نظره قالت لي من ؟ قلت في ساحة المعركة اووه الله في الساحة قوي يا أخي قوي قاعد يقول أن الناس قاعدين يقولوا يحظك بالحظ بالقراء يعني جاء ضدك كتينة يعني فوز بسهولة وكذا قاعد يقول لا انا برأيي بالعكس هاي احد يوصل لهذه المرحلة معناته انه قوي ومهما ايش ما قال الناس التانين قافوا والله محزوا يا ساتر شوفوا الفرقة قاعدت قول لا تبتقول لي شيء بالمقابل يا الله تقول ما اخسر لانه في ناس كثيرين يعني بيدعموني ومد الكلام تقول تبتوصل الاخير تروح للنايت وردن وورز اللي هي الحرب ماله بس يا الله مفصول عشان في منافسة طيب احزمناها وبعدها قافوا والله محزم داها قاعد يقولوا انها من جد خزرت كانت نظرت وصحيح انه من جد كان كلامه صح عليها يعني انه من جد هي قوية روح رياضية عنده حلوانا حل بنشوف كنيتي ضار مولاني طيب قافوا الغيب ايه اوه ايه ايه él اوه ايه اوه اوه أنت هي قاد目ي�� لا تلمس ايجي عورة لا 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 تصدوا ضرباتي قوية دي ايش هذا قوي كيف كسر كسالاتها اطلع لها تلقوا مينتو قال صداء ان عندها بجن كرايا يا خلو يا خلو ايش بسويدي مايفيدك تلقوا هنا طيح دا يا ساتر نعم تقول تسحب كلامها اللي قالته قبل المباراة نعم تحفظها وتمضحها نعم بقيل اخر راوند خلاص بقيل اخر راوند نعم تقول ما قد وصوت لهذا الموحل اخذ نقاط ذا كده قال تقول المولاني انه لو فازت اخر معركة هي كاتينا بيمديها تروح للاتباهات تفوز قال تقول انه النهائي ضدها هي طبعا انا ماني مفجوع لانه في واحد راسم ربع حرق عليه هذا الشي وحرق عليه حرق عليه فاندأسف اني هارف ايش اللي بيصير من هنا يعني لان ما تنتهي المعركة يس هذا اللي نحرق عليه وعشان كده انا حاطي موتون لي أيهاし قال بدي يقول انه قبيل الفائز هو cho obtener وقبيل يقول انها كانت انها للعاويد معاها ولكن الاسف انه ما رحم ديهم يسود اشيه دايما يكونوا قريبين من بعض من ناحية النقاط يحاربوا بعض وهذا الشيء ظهر معه وعشان كده يبوا الافضل دايما فإذا اتنين جمب بعض سكوراتهم يبوا محاربوا ياخدوا الافضل دايما يبوا الافضل انه في النهاية بيروح الحارب والأبس الوضع موسهل يعني تقول هي حتسوي كل تقدر عليه في المعركة نفس الحكاية انت المفروض تسوي نفس الشيء في المعركة لازم حربة مزبوطة ما تبا تساهل معها ولا هي تباها تساهل لازم يحاربوا بمنجد تقول خلاص انها بتسوي كل تقدر ثلاث او اثنان نا منجد احنا نشجع ميت تقول حتكون موسوطة سواء انها فازت وكتشينة كيوت مولاني يا اخي عجبتني الشخصيتها تقول انها تدربت لفترة طويلة ومولاني ساعدتها كتير فبتوريها انه منجد كل دايشيء اللي صار ما بيروح الفاضي يا الله يسترفه وفوه هذا كتسين كيه علو 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 عل عل براتي عل عل نام عل ع اشتركوا في القناة 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 الريدي كم تب smoking رائع emerge شاد judgement كانيما في الكنز و شاهدتها هنا نشاهد جيجي لازل جل هالله винه العمل و يضاعي و اخي لو يكون ممكن مثل هونكاي لا أعرف انقوم getting و يكون 800 كاتسين مرة يكون حلو بس ذلك كاتسين مرة رهيبة صراحة مرة ممتاز ابدعوا فيه ابدعوا فيه صراحة يعني حتى وانا اعرف الاوتكم يا عم دي حوتا فازت ستة مرات ورا بعض اوكي نحن بنشوف مين الفايزين انا توقع كنيتش بيكون واحد من الفايزين سادس فوز لها من قبيلة الورود اوكي 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 من قبيلة الكوليكتف الانتي اوكي اوكي كيولاني فازت من قبيلة مولاني اوكي من قبيلة كنيتش مرضو فاز كاتسينة يصد اخر عدد كافوا والله خمس الفايزين حلوين كنيتش مفاز اه انجلد مولاني مره حلو انتك بمسكت اوكي 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 بستال اوكي الأراف اوكي 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 لا good فبصفة ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكل كانباء يورينا القبيلته كمان ايه يقول كانباء يدعينا لقبيلته يقول معظم الناس اللي جايين من قبيلته من القلد اللي احنا منهم يعني الهقين كاثر المدري اللي ننقذ العالم من المدريه ان شاء الله صراحة من المدريه وقاعد قاعد يقول تعالوا ايو اكتب كده عيونه مرة حالا نوه انتصاب يقول عشان كده خسر مباراتين يا الله يا لون يا لون ينطقطق الله نعم هذي قبيلة مولاني ما لعشي حياتها معها فجني ام معها يا الله عنذ عندنا قنات WITHIN ما كان 확인ama الفجني بره قلت أقول له وضاعا ليسفق لأيام شكله فيه احتمال وشكلها علاما ان الابس بيهجم ي LOOK morற طير رجأت هف يا الله يروب منها حتى الاركونة يقز هي ضربت من اس وحش دكتور انقذ حياتها و لكن لم يمديها و تدخل مصبحتها قلت لبس أن مازالت جود جسمها لتمرض لتمرض جروح كثير يفاجأ البنت تعبانة قامت بشيفي عمنا هذا الشيخ القبيلة قاملة يزبط المكان سوق قد يمكن أن ينتهل أكثر قبل سوى سنين لبس عاجموا قبيلتنا خاتيها انقذت حياة أخوها خاتيها هي التعبانة هذه البنت وما عمرها طلبت شيء بالمقابل فما عمرها أتنسى هذا الشيء اللي سوات في العائلة والله قوية ديها فيجين بايرو بس مصابها للأسف بي زين المكان نار نعم حركات لو دعوا هنا الأكتة الأول بتقول بتكون حلوة عشان رجاء بي ايو والله ايو والله اوه ايش صار حلو كتبه نصحه على حرب والنصحه على مصيبة ما كتبه نصحه على ننهي الأكتة الأول على حياة وردية خوف 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 الجو تغير كمان ألبس جو والله قاعدين يحاربوا يال الجو تغير راي اوه الرايدن عصرت ويشدوا الدب لك كده وحوش شوكلا مغريبة كيف مسوين فيهم ولبس دولة بوكيموناتهم بس لبس ساطر عليهم شكله ولا شي نعم نعم اخلان راح نشوف أمينة كي كويس ما ما في حد نصاب وكي لقوا مكان ما قاعدين يجو اللبس منو بس ما هم قادرين يقفلوا المكان يا مش هاذا اتوقع أنه مكان يجو منو اللبس اوه زي البوابة ايسوها اللبس ما يجو منها اللبس كثيرين منهم خلين نروح نقفل البوابة ما هذي البوابة صلعوا من البوابة هذي قاعديني لبس اللي دعما قفلناها قاعدت يقول انو ايو انو ضربات هذي دائما تصير لهم بين فترة وفترة من اللبس لا يشبهم لبسها قدرة على ناتلان شكله عندها مسال فاكي سأقول لبس زيادة بوابة زيادة بيروحوا للمكان اللي احنا اللي احنا زبطناه الكريهين راحين لكافة ها هو لا تقول قفلة البوابة بس هي ايش صار لها ياهات ها قلت لبس يعني ما دريش بسوي فيها خاض بتودع شكلها و لش اصابتها قوية يا الله كانت مش بتحمي بس المكان تقول لها شي انها ما وصلوا لالترتيب الي سوا و الاغراض كانوا يسووا عشانها كوان الموهن كان مفاجأة هي كانت تذري تعرف انهم قاعدين يتجهلوها بالعنية عشان هذا عارفة كل شي هي كبيرتهم عشانها مصابة من قبل فتأثيرها تأثيرها بيكون مرة قوي عليها فبيمشي مرة بسرعة يا ما رح تقدر ما رح نقدر نلحق انو نساعدها بس احنا ممكن نقدر نسوي شي ايش نقدر نسوي ناخد قوتل بس اوه 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 اذا نعم هذه من متى هذه 1.2 ولا يش ايش 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 متى صارت ناس هي بشكلها اوه اوه بداية اللعبها يا ساتر ماذا يعني بدنا نفعل باورا فايل لبس حقها حق ابنت ماذا نفعل اوه ها قاعدنا اخد قوتل بس صحيح اوه باورها ممكن قاعدين ننضفها من قوتل بس نعم احنا حيطان ترخ رأس أقوية ما صار لجلدتنا يلل حق تعار ليه كل ما افتكره بوفي عمي جاءت في وجهنا يا ابنة ما قدرنا نسوي لها شيء ما قدرنا نتحرك كيف نروح لسلستية دار لي ما قدرنا نسوي لها شيء براحت منها العرب الوز مثل ما صار مع دمعة التنين بداية اللعبة لا افتكر اش دمعة التنين اقدوالا لا افتكر نقعد تسألنا انه هل قوة اللبس لن احنا اخذناها هل حسنا بيصابة و جاءتنا اصابات احنا كويسين يعني احنا بناخذ القوة اللبس منها لنا احنا افتكر صار شيء زي كده قبل كده صح? انه في احد اخذ شيء من ثاني عشان لا هذاك قصة بايجو كان يعالج الناس اللي ما عندهم علاج عن طريق انه ياخذ مرضهم يحطوه في نفسه يشيل مرضهم منهم بس المرض موجود بس بايجو اذاك شيء تاني ممكن احنا ما فينا شيء هذه فترة لما احب فلسفة بايجو لان هذا شيء مرة ما افتكره و بايجو قاعد تقول انه نسيت انه من جد عندنا الخاصية هذه انه استخدمناها قبل كده من زمان لما كنا في مونستات ونظفنا دموع التنين اللي هو دبارم اوه ايش صار ايش يأثر فينا او ليش اوه تقول ما كانت بتخرب المود قبل شوية بس لما حاصرت قوة الابس اللي جاية او الابس اللي جاية من البنت حست في شيء لا يكون خاينة هي اقوله تقول باقي من القوة موجودة من جسمها لسنين شكله بتجدد من جواتها لا مدري اوه اوكي اوكي اوه لا احنا اه لا لا امزح فكرت بزيادة بس طلع انه احنا نطفنا شويتين من الابس حقها بس انه هي متأثرة بهذا المرض من اول فأثر على عضاها اللي جوا فحرفيا هي كأنها الريشة في الهواء مانرة خفيفة وطير وضعيفة انا اهمممم هي اصلا من البداية ما كان المفروض تنزل في الموية الحارة هذه عشان جسمها ما يستحمل اخر فترة قالوا انو شكلها تحسنت قاعدين نشوفها دائما بتنزل الموية طلعت بتنزل الموية من تفكيرنا نحس انها بتنزل الموية عشان يمكن قاعد تقول نفسها دائما انها خربانا خربانا خليني اخر ايام يعيش انا مبسوطا دائم مازارت مران انا ترى امم شو حلان نعم قاعد تقول انو ما ما راح جسمها ما راح يستحمل لفترة طويلة نعم ما تقول عندها عدة ايام بس انت حاول تعيش اخر ايام ما فيه مبسوطا عشان كده فيها حقت مويلاني مبدعا هنا الحجر موم اللي يختار الحجر يجي للناس اللي الحجر نفسه يختاره وهم يختاره الدبه داك او اللي يختار الحجر قاعد يقول انو انتي ما عمرك رجحت عشتي بس ما حتي فهمي بس انا والموت خلاص صرنا اصدقاء ما فيشي يزعل انو اقابل صديق القديم من شكلها قبل كده قد ماتت ممكن كانوا عندها الحجر الزمان هلو كانت ندمانا ندم من طول حياتها بس بعد ليلة امس قالت ان ندمها خلاص صراح بعد ما شاهدت المولاني وهي قاتل انو هي مستقبل قبيلتها قاعد يقول انو حتى لو هي ما هي مصابة يعني فانها بتكبرت شي بتموت انا ماشي نفاذ الطريقة المستقبل فيه الدعو كده يقول دائما اشتكري سواء في الحياة والموت اندائما معاك يقول له قابلنا الاركون يعطوها هادئ اعتبروها يعني هادئة لها بتسيبها لها يعني قول ما تودع يقول جاب لاحظ كويس في المعارك يعني لما كانت تقاتل تقول حتى لو كانت بتعبانة مرة ومرضت في قتال ما عمرها شالته يقول بس قولوا لها انو اششي فيها ذكريات وقوة كثيرة ومدريش وهي حتى تفهم كلامها ممكن تعرف الاركونة هي قد عزمتها بيوصحة عزمت الاركونة قد حفلة سوتها بيوصحة الماء حققتندي روندي سحبنا علىه هنا كويس قالت له انو الحياة هي رحلة تمشي بدو من طالع وراك يعني استمروا القدم نعيس خلصنا الاقت الاول مرة جميلة الابت الأولى عجبتنا الصراحة بيرينايس انترستينج قرار رائع انا عجبني الاقت الاول والله عجبني مرضى بيرينايس الابت الأول ابدع فيه عجبني الاقت الاول مرة ممتاز ممتع الصراحة أصبحت لديه شيئا جميل العجلة الثانية هل توقع انه أقصر من الأول نهت الأول وفي الأول نأخذنانا فيه 3 ساعات بذلك توقع العجلة الثانية سيكون ساعتين سنأخذ فيه ساعتين لا أبدو لا أحد تكلم عن العجلة الثانية خلاص تمام العجلة الثانية افضل كمان خلاص لحي تتكلم راكس الثاني طويل حلو مو مشكلة نأخذ ثلاث ساعات ثانية مو مشكلة بس مولا اللي قاله الاركون كوست ثلاث ساعات يعمل دقاء يتسكب با يا اخي ناروتو ساسكي انا ما تعبعت ناروتو سواضح انه شي بمره حلو يعني انا لو كنت متابع ناروتو اتوقع حقين ناروتو مره بمصده عاس فيه الاركون كوست ممتازة متشوق لاركون كوست اللي بعده مره متشوق ان شاء الله تكون افضل وافضل وعلى كام الناس افضل بمليون مرة كمان هذا الشي اللي حمس يعني افتكر اركون كوست حق سوميرو والله البداية ما عليش كان مرة هذي بزيادة وكان ما عجبني ما عجبني اول واحد كده اول اكت والاول اكتين كان تعريف بس كده اما ده حين لا فيه شي حتى فيه اكشن هنا شوية هذا الشي اللي عاجبني في الاركون كوست ده مقارنته بحق سوميرو حق فونتين حلو حق فونتين برضو كان فيه اكشن حلو ياخي حفلة ووليني مادري قادوا يحاكموه وكده حلو كان مرة ووليني يفجأ اطلعوا من الفتوي ومدرع ايه ياخي كان حلو دخلنا فونتين اصلا على أكشن فونتين كانت بيك صراحة فونتين بالنسبة لي كانت بيك من الان يعني افضل قصة بس ناتلان عندها دخلة قوية يعني دخلة اه ممكن واحد من الاكتس يدمر كل شي اعرفين اه يعني بس صعبة يا اخي عشان اشي يسمو اخي قصة فورينا يا اخي وطولت وطولت صعبة انه يطلع فوقها بس اتمنى يعني اتمنى يفاجئون اتمنى يكون في بلوت تويست اتمنى انه يكون في حرب وكده شوف كيف الاوضاع معهم جاء وقت ان نكمل القصة يالا مشينا يالا اخر مرة وقفنا هنا الاكتس 2 نعم المولاني نعم احب السمكات نعم مرجعوا سوف نرى كاتشينا اوه طاحت في المهرق كاتشينا اوكي اوفي عمنا اقول له ماتت كاتشينا يا ساتر بس الفريق فاز فرجعوا دحان يمديوا مرجعوا عايشوها يا ساتر بكل برود قالت لنا كاتشينا ماتت يالا اوه قبل خمسمائة سنة الابس داهم وتيفات هم اصلا من بره تيفات صح؟ انا ما افتكر والله يعتبر من بره تيفات من الفضاء اوه ما ادري اوه اوكي طيب قبل خمسمائة سنة داهموا تيفات احنا بنسألها انه هل نفس وقت كانرية نقول ايوه كانرية وكمان ان معظم البلاد في تيفات او كل البلاد في تيفات انضروا ناطلان كانت اسوأ واحدة منهم يساتر عشان اهزموا الابس اخذت قوة الباراركنز وكل الابطال من كل قبيلة عشان يقدر يهزموا الابس تاجوا قوة كتير انضروا كل القبائل برضه اوه كانوا فهمون اوضاع القبائل كمان شي غريب منهم جايين من برا لانه يعني نفس ما هي قالت يعني هم ركزوا على القبيلة حقه امهولاني انهم يخربوا الماء حقتهم وقبيلة حقه الورود خربوا الورود حقتهم والزراعة وكذا حتى حقه كاتشينا خربوا الكهوف اللي تحت الارض وكانوا فهمون في هذا الارض شي غريب اوه اذكي نوعا ما اوه اوه الشي اسمه المنطقة الثانية اللبس برضه بيحارب بس مو زينة تلان انه تلان اللبس زي ما تقولوا مش اخصم معاهم حاقد عليهم كل يوم عارفين شي غريب بس يبقى في ناس بيضحوا كثير لما يسموها مدينة الحرب يعني والشي زي كده يعني تومن بين يوم من الأيام بيجي يمحوا اللبس والناس اللي حاربوا وضحوا بحياتهم ما بيروح يعني الشيء اللي سوه على الفاضي حسنا حسنا نروح للملعب أو الستيديوم حق الحرب ده عشان نشوف كيف بيرجعوا كاتشينا كاتشينا نعرف انها ماتت قالوا لنا كل برود انها ماتت في الحرب حق الابيس بس التيم حقها كانوا فيكتوريوس يعني فازوا و بيرجعوها خلي نشيك كيف الوضاع شو كاتشينا ما في ماتت شب! بس فازوا يعني حسنا ب Silo ج 카حة من الذي يكون facing وبعدهم غني غني الذي يعايشوا مالذي نشوف كاتشينا جريبة بيع كف أختنا هي الأميرة حق التلبس والوبيس هم مع النفين دمروا مع فنين دمروا تيبات بالكامير الله ما ندري هذا شيء ما نعرف عنه لأنه توقع أنه وراها تقص معين لأنه دائما الأخ الثاني هو الأخت طبعاً على حسب انتم مين مختارين يقول أنه رح تفهموا لما انتوصلوا لما انتعدوا كل المناطق رح تفهموا مدري إيش ومدري إيش ما هي يحطوا حتى الكلام اللي تعلمناه من هذا نسيناه من الآخر أرك الكوست حق وصح أمه وصح أمه نخي نشوف شب يصير أخلى أركونة رهيبة أخلى أركونة رهيبة أمولي عصار أباها نخطل النار بشرية تسوق أمه هذه قوية شدحين بورونا كاتشينا ترجع مفروض يعني قاعدين يغدنوا هذا عشان يرجعوا كاتشينا إذا ما خضنوا يعني لا أحسب فهم المفروض حلو يا أخي مروا حلو أنه كلهم قاعدين نتعاون وعارفين أه من النار أه 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 رجعت الأركونة بس إيش صار أه أه إيش أه أه أم عاد برو أوكي تقول ما لقت كاتشينا في مملكة الظلام ولا الليل المكان اللي بيروحوا يضاربوا في شاسمه اللبس أو لا لا أدري يما كيف يرجعوا هذا ولا لقتها في الأنشينت نيم اللي هي الحجرة توقع لمسكتها أوه لا يا أم إيش فيه إيش إيش صار جينا لا يقول غا عادة أن أنه البارواركون تطلع من النار وكما اللي مات يطلع من النار مزحان أه أول مرة تصير هذه أوه لا أوه قاعد يقول أوكي الوضع يعني واضح أنه أنه الفريق اللي يرجع ما فاز من الأساس المفروض ترجع كاتشينا لا بدون الناس يتكلم يقول أفكر شكله ملوف ها قاعدين يشككوا يقولوا أنتوا فازكم أكيد مشكوك فيه أوه 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 أكتوا كلهم تقول أنه كملوا مهمتهم بالكامل يا ليل دول الثنين عما نقسم بالله يبقى واحد يديهم بدفة من وراء يطيحوا ها قاعد يشكك في كاتشينا يقول أنت ممكن سويت اللي عليك طب مين ما حد يدري البنت الصغيرة ديك ايش سوت من الأساس يمكن بس هربت وخافت نعم قاعد يقول ليس هل propri Dah Virtual الحجر الوايوب اللي شوفوا به مساعبة على لكم نقكينة لأنه مره مهم بالنسبة له فااااändig يقول ليس هل وايوب يشوفها زي كده وهي أصلاً ما مينها فائدة حتى لو كانت في الفريق الفايز فايا وملا过د لا Relax هأن تكونت احطي تقولها هطة على اسلام هد الوطن ماór staff diversity متناقب نحل نمري مورنا يا ليل يا عظم الله يقر يا ليل قاعد يقول فكروا فيها لكلكم قاعد يكلم الناس كلهم يعني يقول انه كاتين المفروض ما عمرها كانت المفروض تروح للحرب من الأساس ما بدأ كمان يسفل في الأركونة دا أحمر ولا ليش قاعد يقول الأركونة العظيمة البايرو أركونة العظيمة ليش القوانين حقتنا تلان فجأة ما تشتغل صح انه الأركونة كانت بشرية بس واضح انها أقوى واحدة يعني وما أحد يقدر يطرحها ولا يفكر ويسوه إلى شيء أنا أقول كانت بشرية شكلها ما زالت بشرية لأنهم ما زالوا كل أركونة يعجزوا هذا قاعد يقول إذا ما قدروا يسعدوها وينعشوها أجل أكيد هي طاحت يعني خسرت وما فازت من الأساس فيه طاقة في الموضوع أكيد صاير شيء مو معقولة بدأوا يشككوا في الوايوب ويقولوا ياهو كيف لا هذه كمان قد قللي جبالها كافية وشعرها هذه قلوا البنت أصلا ما كانت قوية من وجهة نظري وفري وجهة نظريك نحن قاعدين نفكر أن الباورو هاركون ما قاعدة تسويق هذا واضح أنها تفكر ولسا ما ليمون بتوقف كل هذا الكلام نحن بايمون قاعدت يقول أن كاتشينا مستحيل تجري وتهرب لأنه هي ما هي كده أصلا من الرصاس وكمان غير كده أن كاتشينا يعني هذا نقدر نقول حلمة من أول أن تحارب في الأبيس ضد الأبيس ومدريش من أول أن تفوز يعني أيها نفس ما قالت مولاني أنها تنتظر هذه اللحظة من زمان يعني تقول حتى لو كان الوضع رعب وكانت خايفة ومن ذلك الكلام هي هو الوحدة بتواجه مستحيل تهرب أي شيء بداع أقسم بالله بالله أجلو دي أو حسنا نحن بطلى حسنا نحن فقط كاتشينا صار في صين التجري بحاجة اللي صار مع كوتين انه ما قدروا يرجعوه وفسي بتشوف كيفه الوضاع يعني بتروح تستكشف شيلمشاكل وكذا كويس اختيار ممتاز تقول عشان ما تصير مشاكل راح توقف البطولة اللي سويناها في الاكت الأول لحد ما نشوف الحل مع الموضوع اللي صار اسكوت نتو براسك قاعد تقول انه ما حد يعرف كل شي وما حد مدريك حتى هي نفسه وستحقا بلا مشخص على الناب ما يمكنك أن تفعله ايضاً ويسمى هذا لقد تنسى سيد 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 فقد تطبع سيد 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 اوه لا ايه لا ايه اوه لا ايه ايه لا ايه ايه قاعد تسفل فيهم ايه قاعد تقول انه حتى هي ما قالت اي شي عشان تغير رأيهم من الواضح انه انت اصلا ما همكم الحقيقة وفي النهاية ولا همكم الموضوع بس كذا بيضيع وقت سهولية فيها اوكي مولانا عندها سؤال ايه قاعد تسأل عنك اتشينا قلقان عليها ايه قاعد تقول انه انا عارف ان قلت بتحقق الموضوع اوه بس انا اصف انه هذا ما يكفي يعني تبقى زيادة تقول قلت كل شي ايه تعرفوه اوه قالت اذا تريد تعرفي الحقيقة و تنتبقى صديقتك خلاص اشاركو في التحقيق اوه اوه فقط اخديني معاك اوه تكلم الاركونة اوه التجاس قدقول انه احنا كمان خلينا نروحووووووو نادتنا هي خصيصا هلا وله قد تقول اذاه ما في مشاكل خلاص انتو كمان تعالوا داو بي 2 تبقى تمتكلمنا نحن كنا نتكلمها ماذا ترابل تيف يا أخي؟ رامرينز يا أخي أم المكدس هو ترابل تيف يا أخي تحلل المشكلة لا أحمدين رجع كتينة نرى المشكلة في مملكة الظلام أو الليل كتينة لم أكن خايفة من الموت وهي عارفة لو مرة مرة تطرد تموت الأركونة تردع بعدما خلصوا تداريبهم بعض الأحيان دائمًا تقعد كانت المفترض أن ترجع ونستشعر أعزم ياء أساتر قاد تقول طيب نجلس وننتظر لان ما ترجع هل احنا اصدقائها ولا مقاتلينها مكبر صرفه مرة ايه مو مكبر صرفه مرة يعني لانه يعني بتعتبر اختها ما احنا متأكدين اذا بترجع للحياة ولا خلاص تظل ميتا ايه اللي غقونا بتحفزها وبتقول انه برضو كاتشينا حياتها مهمة بالنسبة لي قاد تقول انه بربا اللي جاتها امس اللي هي جات عند قبيلة مولاني بشكلهم استفادوا منها لبس وعرفوا منها قوانين بالنسبة لناتلان زيادة عرفوا وممكن فهموا هرجة السيكرت فليم اللي هي النار هذي اتوقع اللي دخلت فيها ومشابه لها عشان كانت طلاقات شينا يعني تقول اذا تكملوا البطولة حقتهم وارسلت ناس يضاربهم على لبس بيكون فيه مات زيادة اتصميم يا فخم ايه ما فهمت ايش قصده انه هو يمسك اسم ماليبو ما فهمتها الصراحة تفهم بعدين؟ اتصميم لبس ناو يلعب فيهم ويفرقهم المعفنين هم اذكي يا اخي اذا استمرت البطولة واستمروا يروحوا للبس وناس يصيروا مفقودين وميتين وما يرجعوا نفس كاتشينا فالناس ما حيتساعدوا ويحاربوا الابس بنفسهم وهذا الابس هم اللي يبوء هدفهم هو انه هدفهم الرئيسي هو مو انهم يكسروا القاعدة حقت الـ الرزريكشن الي من ديها ترجعك لا هدفهم انهم يكسروا تقة الناس بعضهم أو فيهم الرزريكشن ذا الي يرجعون يابعشان كذا وقفت هي البطولة وهذا شي الأفضل طبعا واذا خططها حاليا هي حاولت كمان اتوقع انها ترفع الدفاع لكل قبيلة رهيب البايرواركن صراحة يبو النار متضعف لان النار متعلقة في البطولة ولا اوه صاح صاح أفتكر قلنا هذا البداية أن النار متعلقة من القتالات لكي هم مستcrireين في هذه القاتل وان النار متعلقة عن الناس الى ناتلان فما ننangersتول فقط نأتلون وهذا المغضا الرئيسي انه قالت البنت التي هناك لم يتعلق chose انه لا يحدث لانه يعني حقين نتلان هم اللي بس يمديهم نضاربه كمان هو الهدف الرئيسي مو بس انهم يقاتلوا لابس لا عشان يحيوا النار دارك سولز مين دارك سولز دارك سولز عجبتني النيشت طيب بتعتذر لي لا ايوا هاد اجابتها تشاسكا حلو مرة حلو قد تقول انه احنا يمدينا نضارب بدون ما نروح للابس عشان بس نحط بنزين على النار قصده يعني النار حقتهم دي انها تكون دائما مولعة لانه لو وقفوا مضاربة راح يعني تختفي مع مرور الوقت تقول فكرت فيها بس انه في افنتين يعني دائما كانوا متصلين ببعض اوكا قد تقول بدون فرصة انهم يحاربوا الابس البطولة راح تخسر يعني شو اسمه البرستيج حقها وكمان الناس اللي بيشاركوا بيقلوا مرة كتير تقول مع مشاركات قليلة النار اللي بتيجي دائما بتقل وتقل وتقل يعني وذا الشي بيستمر مع مرور الوقت زي كده نعم على كلام مولاني طيب على كده يعني يصير الابس اخدوا كتشينا كراهينة دائما ما فكرت فيها زي كده طيب ايو بنسأل احنا ايش ايش اللي يصير لو جلست كثير في مملكة الليل دي حقتهم يا الله صداع 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 ما ما اعرف ما اعرف ما اعرف تقولوا انتو تعرفوا الكنسبت حق الليلينز تفتكروا الليلينز وطريقة السفر بيها صح مملكة الليل تقريبا زي ها يعني ما افهم الليلينز ما ما افهم بصراحة ما نفاهم ما احد فاهم نظام الليلينز انا ما نفاهم بس نفسي مستقبلا مملكة الليل دي حطوها نفسي حطوها بيكون مرة حلو لانه من اول قاعدين نتكلم عنها ويحطوها حتى موفنا تلان برنا تلان كده منطقة الحالة نفسه سي اف بايغونز اللي حطوها في فونتين تقول انه اذا جلستوا في المكان ذاك الفترة قصيرة ما رح ياثر على الشخص بس طالما الابس هي في الصورة يعني هذي قصتان لان الابس ممكن تلاعبه او يا ساتر هذا اللي تقول انه بدري رح تتاكل ومدري بنهاية رح تكون واحد من ارواح البحر بشكلها رح تموت ميزو تقول تخيلوك انكم معاكم كاسة موية والكاسة دي ماشية في نهر يمديك دائما تأخذ لك اتملي الكاسة دائما 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 بس مستحيل تقدر تملي نفس الموية اللي اخدتاق بالكده مثلها انه الموية قاعدت تتحرك فالموية اللي بتاخدها دحين لو ما اخدتها دحين قد اراحت قدام نهر قاعد يمشي يعني بقتصفارك شينا في خطر مولاني قاعدت تقول انه انتي خلي كل تفكير لك دحين في النار عشان النار لو انطفت من صيبة كبيرة وهي بالدور على كاتشينا صح تقول انه لابس عندهم نفس الخطورة يعني عليك فهل انتي مصر انك برضو تروحي وانتي عارفة هذا الشيء ممكن نصر لك نفس كاتشينا تقول اكيد كاتشينا بتنتظر نقذها هذا هو المهم دائم رهيبة تشاسكا تقول هي ما قدرت تحميها وقت ما راحوا بس تبت تعوض على اللي صار وتبت تروح معها احنا نروح معها عشان نعلمها ان هى ثاني تخرجish تساعدنا هي تقول اهم موضوا ماستر اناتويند borne بس عندهم تكنيك عندهم يأخذوا الـ راح نروح مملكة الليل وبنفسنا وننقذها فايمان قد تسال انه هل يمدين نروح هناك لانه هذي كمملكة الارواح تقول يعني في الوضع العادي بس الوعاء هو اللي يمدين يدخل بس في حالة برضو يمدين ندخل لها احنا بيتحذرنا انه كمان يعني في مملكة الليل لو رحنا لها بس بيحاولوا يتلعبوا فينا وما رح يسيبون في حالنا الكاميراني تقول تمام هذه برضو تقول ما في مشاكل ما في مشاكل ما في مشاكل طيما خائفة انا ادري تقول في ارتفاك تمدين ان تواصل معا مع الوايوب بالحجر ديك الوضع مره خطير موهين اعادة كانوا مع الحجار هذه مع الخيارة كنيتش من متأكد بيجي معانا ولا لا نحن بندور علي الانشينت تنين طيما انا ما ما افتكرها ايه عالبة نفسجية ها ستلالي هذي اسمها انا اقول من هذي لا بشكل ان بنروح له الكرايو المفروض انها كرايو على مستفان قاعد يقول انه هذا الهاتفاكت اللي وده الكونابي والكميام ما كان متوقع ان يسمع فيها مرة ثانية رأي ياب رسمي اوكي بتشكرنا وبتساعدنا قد ما نقدر واحنا راحين هناك ومن ده الكلام اوه اوه شبه المكان متوقع انه محادثتنا الولا تكون يعني مرة كده سيريوس يعني سمعت عنه لنا طبعا وكانت متحمسة انها تقابلنا وكمان اوه تبت تعطينا شوه اللي طيبة هذي اه احنا لما نجينا جاءنا فلاشباك رايدين شوغن يا اخي يا الله يا غباس انا طيبة وما جاءت تاخد الفيجن حقتنا بعدين فجأت اوه احنا ما عندنا فيجن انتو مين انتو العداء يلا نضارب اخي رايدين رهيبة رايدين رهيبة سبعة علينا اوه عموما اوه كانت تبت تعطينا على رانك في اي بي ياواد هي وراسة الملع دا اهه كانوا شمعا مره مدلعتنا يعني راس في اي بي اوه رهيبة يا اخي قلت تقول ليش انا ما نسمع يعني ايش اللي سمعته غلط انا في الا الماكين اللي روحتوها قبل كده ولا نعم نتعودين على الدلع اوه تضحك لا نوع حركات في النهاية لا تنسوا بشرية ترى هذا اللي يصدع على الراس بشرية بمثابة آركم من قوة قوية مرة بس بشرية هذا اللي يصد مادر يا اخي اخر دل علينا في انستات ام عاد سوميرو مدل لانا سوميرو مدل لانا نهدة محبوسة مسكينة نا تعرف عننا الاشياء اشياء كثيرة مرة نعم تقول نعم انت تعرف عننا الاشياء ممكن اكتر مما تتوقع بس يعني نخلى كلام ذهل بعدين سوالو قد تقول انو يعني هذه الليلة كان تكون ممتازا ان الواحد يعني يشغل وغاني يشرب له شوية تعصير و يروغ بس لعندنا واشياء مهمة دحان نجم نسويها عم بتكلمنا احنا واللي ورا قادين يناقشوا بخطتهم ليوا التهمون انو احنا لذو احنا التنين زونجلي هم يا الله اشتكرت هذا قسمه الغبل الذين يقولونه عندما يجبون المكلام الجونجلي ماذا تعرف الغبال عنها المهتمة الجيدة يقولوا في وجه الجونجلي الغبي يا أخ يا أخ هاي اخ هاي اخ هاي اخ يضحك يا الله يسوقهم ممكن على وقت الطائبة معنا لجنة بشرية ممكن لكن المرحب الملك الحرق كان ليس طيبين معنا يعني ناهدة مرة طائبة معنا مسكينة ناهدة يعني ظهرها هي من الاطبال ética لديش أحيان المصر تقدر تحس roman نيران حقتها من حياتها جوة هذا الشي يقول انه يعني لو الوضاع كانت مختلفة شوية كانت كان المفروض انه اثناناتنا دحين مقسوطين في الموية حقتهم دي حقين القيم مولاني الهوت سبرينج اسمها الموية الحارة هذه لانه في النهاية بالنسبة لهم هما الاثنين انهم بقولة الهوت سبرينج باديز يعني يعني اللي دائما يروحوا للموية هذه ويبسوا فيها يحبوا السباحة نعم تقول انت رزم انتعنيها الكثير بتعتنف فيها وكمان رحتي بتزور قاتية بعد ما تنتهي الامور هذه كي مشينا احنا دول اتنين تكوه يا اخي اخي اخل بيا حق نيتش يا اخي يا الله طيب قاد يقول انه انت مو قلت انه انتي ما تبي تخرب بي يعني او مدريش حق النار ده بس اذا لا يعني ليش وقفتي المسابقة قاد تكلم عن النار حقتهم انها بتقل يعني بدون المضاربة قاد تقول حتى في الوضع الحال النار يعني ما هي مكان كويسا او في الخطة الاحمر تقول انه موصلوا في الخطة الاحمر بالنسبة للنار حقتهم لانه يعني ما ما في طاقة للنار انه تقول انه ما في فائدة لو كملنا البطولة افضل شي انه نوقفها عشان نحمي قوتنا لحماية القبائل اوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ها مفجوعين فور بأنها مفجوعين ليس صدقة أنها تمشي مع الأركونة ثم هل يأخذونه مملكة الليل محس يقول أن النار مفترض لا تسلق أبداً لأنها هي التي تخى في الأبس و أيضاً هي عمود نتلان يقول اللينما الأبطال يقوم مجهزين أنا أضحي بقوتي لتبعوها تشوع قاعد يقول كنيتش انه بس هذا الموضوع ما رح يطول يعني بيكون يعني مدته ما ندل المتة يعني وهو يقول انه افضل انه نشوف الانشينت نيم البقية الحاملين للانشينت نيم الأحجار اذا ما اخذت ظني اوه ايش اهه هلو اوه اكي قاعد يقول لا تخلي العزيمة تاخد تفكيره كل شيء زيك قاعد يقول المختارين بالوايوب هي الحجرة ديك اللي شفناها في قبيلة كاتشينا هم اللي يختاروا كيف طريقهم يعني باختيارهم هم مو احنا نناديهم عشان يساعدونا ولا شيء انا بس العلانة انه نساعدهم قاعد يقول هذي انه برضو نمس الحكاية يعني تقول انه برضو ولو انه حتى لو هذا الضحية اللي بتسويها دي ماهو شي صح انه بتضحي بقوتها هي قاعد يقول اذا مو انا مين طيب ما احد بيمدي يعني يولع النار غالي قاعد يقول هي عندها القوة العظمى بس هي ما هي فوق شعبها هذي بس يعني اريددي حقتا اللي لجب تسويها طيب انتم اء قاتشين او او ام معاد فوتو او كي او كي او كي او كي جي 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 دحم ساة حسنًا أنا لا أعرف كم الرقم لن أعرف كم الرقم اسم يوجد الأول شموع أن تتعرض أنه يساعد يا ساتر لكن و في حالة 500 عام ملي عيلي لا يجب أن تتعلم عندما تجد كمان ملكة محاولة هل يبدو أن ملكة؟ ملكة الرجل عندما يجب أن يغلق على أن يكون من المساعدة إنما يعتبر انك فأنا أنتا تجري أمام أخذت سلح كنيتش يجب عليك يجب عليك يجب عليك لا يجب عليك أنت كذلك يجب عليك يجب عليك يجب عليك لا يزال يجب عليك أمي يجب عليك يجب عليك أنت اشتركوا في القناة 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 شكلها قبيلة تصدقوا دي ماسترزوف دنايت وينت أما وقعد تقول لكنيتش انه روح هناك وفي الماسترزوف دنايت وينت شكلها قبيلة هذي وكلم السيتا ليلي شوفي منك تعرف اذا فيها حتى انقضوا لجي قعد يقول لي وبيروح طيب تمام بس هل انتي يعني ما زلت مصرى انك تستمر لي شكله في ايه تستمر في انها تضحب قوتها بس اه تقول لا تخافوا لا تخافوا ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ماذا حدث؟ لا أتأكد فقط أن أتأكد لا سألعت لا سألتها دائم عليك إلتقاط الأ 102 سألتها لا استخدمتها ل NCAA وعندما سألتها قبل أن المال هذا الملع ولق stocksاوف ماذا هذا ؟ هذا صوت الحرب يا الله يا ساتر أسمع أنفجار قworthy تالت هنا صدقوا يعني الزمان هي في البداية المضاربة ما كانت بتضارب بكل قوتها لما ولعت شعرها هذا الشي في مرة أحده لو ترجع للفايت شوفوا ولعت شعرها في نص الفايت يعني في بداية الفايت كانت ما تحتاج بقوتها في نص الفايت قالت اوكي لا دان يبال ان ولع قوتنا ولعت شعرها وقعد تقول دي انه شكله الأرقونة استخدمت قوتها وأكيد قعد تضارب شخص مرة قوي ما عندنا وقت ما عمدي ان نرجع لازم نتق في الأرقونة يبال تقول شاسكا انه ما رح تخسر واحد ضد واحد نعم دعنا ندور على الحجر حقا تكتشينا طيب اه وينا ترايبال تشيف تكتشينا شيخ القبيلة طيب انا بناخد الحجر قبيلة كنيتشوك ايه قاعد يقول انه غلط انه بنسوي نبوح هناك عشان ممكن نضحب حياتنا فشي زائع لكي تكتشينا انه ماتت ما عمدينا نروح نجيبها يعني قاعد تقول انه هذا مو نفس كلامك المعتاد انت مقولتك الشهيرة انه وحديا هي مكتملة بدون المخاطر دعنا الحجر ما عندهم غيرها عندهم اخت صغيرة نكا بنشوفها بعدان يقول انه يفضل نرح مع احد يعني لانه بنضيعي هناك هيا تفضل احيان خلينا نروح له نعهضو نعهضو مانيكا يبوكا اه قاعدة تسأل كده عشان يبايزيب صديقو لانه قل لنا داكا انه كلم وداه سألناها فينه وقال بعد ما مات صديقه طردان من يجلس هناك كيف يقول بيساعدنا بس عنده طلب بسيط قاعد يقول بيساعد كتينة يدور على اسمه بس ولينتش اتنام حقه بس برضو يبان ندور على صديقه ملكه يسورك وانتقول بنوافق على طلب فاهم في الموضوع ده نوعا ستيلة هي اللي سوتها هذي كيف يجاهز الموضوع بس لازم يحتاج شيئان احبال يبانا الحبل ويبعد مortunately ستيلة حال série استصداد قاعد اظن المواسطة من الموضوع احبال. نحتاج له اثنين لصديق اساقه أخر16 هناك واحدة ثانية كويس حلو ثلاثة ألاف الاثنين مالكو مات من خمس سنين مالكو كبره مع بعض ومصبه نفسه مع بعض قاتل اللبس مع بعض دائما كانوا في نفس الفريق يحاربوا اللبس قبل خمس سنوات لكن يقول في نفس الوقت اللبس هاجموا قبيلتهم ويساعدنا دحان انصاب في رجله ويحاول انقذ أحد ما قدر يروح للبس عشان كان مصاب وكان بيحاول وصلوا الكلام للبيرو أركون والأركونة قالت انه لا ميروح والتيم هناك وده كانوا مر زر يلوم نفسه من ذاك اليوم قاعد يلوم نفسه لانه ما قدر يسوي ولا شيء وقت كان مصاب قاعد يقول انه لو كان هناك كان بيعرف الخطورة وكان حذرهم لانه هو نفس ما قلنا الشايب انه يعني تقريبا يكملوا بعض في القتال لانه مالكو هذا قوي في القتال يشيل الوحوش كتير وهذا زي السكاوت يعني ذكي يعني ويشوف الوحوش وينضل من بعيد ويقاتل من بعيد كده يعني ويشوف كيف الوضاع اذا كان هناك غطورة كان ي Shamdi يحذرهم مشار ascend دائما كان يلوم نفسه ثمadenيقول تماما صغير عمي تائل الجانب حتى ترسل شكرا عمي تخيف عمي تتحقين نحن نحوية حان اذا نستمر نحن نستمر كنت إترسل كنتا نقول اني مسلي نحن محبوس محبوس اعتذر المسلم تتسل بوه هي وكي انا بو يا ساتر لا اعرف يا ساتر يا ساتر انقذت لنا اتتثرنا من ضربة حوته انيمو اه بل انيمو بو السكين ما لقى اخوينه والتاني ايش صار علي ده السكين لقى حقات كاتشينا بس اخوينه ايش صار له ده اه امار قاعد يقول اكيد انها خلاص اختفت يعني انه مر عليها فترة طويلة خمسة سنين قاعد يقول انه لانشيت نامي الحجرة اللي دوبنا اخدناها لو اختفت خلاص ما يمدي ما في رجوع من البداية نعتقد انه الحظ بيكون فرصة ضئيلة بس IKEA أ tells him بس أنت أخاولني أخلي يا رايح أوه! ما هو الفيديو؟ ما هذا؟ أوه! ما هذا؟ هل أنك سنتم فيها أم بأس؟ أوه! أوه! أمقاشها؟ أوه! هذا هو أملكون أوه! يسألوا هل عندك قوة زيادة؟ يقولون أنني ألوح بصيف لا، مما أنني ألوح في سيف لا، مما في لكن أصبحت كلمات أخيرة؟ يلا ومشكلة يقولون أكلمات الأخيرة هذا ما كان مع أراه يوجد ديابي ينبس أوه! هذه كلماتهم الأخيرة الاثنين دولار كانوا في الفريق اللي راحوا اللبس اقول لا لا صوف ما حد بيمدي اسمعها انا قاعد يقول انه ما كان يتوقع انه بيموت في مهمة زي كده وما خايف من الموت بس خايف كيف امه يعني لما اسمع الخبر اقول انا يالله من اقلها يقدر اكون فرحان من دين ناحية امي ابوه مات ونقبل كده يا ساتر ما بيزعله عشاني انا قاعد يقول ممكن من جيد ما حد رح يسماد الكلام بس يعني احتياطا قاعد يقول لفيتامون ومبسوض انه ما جاء معهم لانه لو جاء كان بيودع ذلك برضو يا ساتر قاعد يقولوا لا تزعل تكمل حياتك وعيش عشان ناحنا الاثنين انا شفنا ذكرياته اوه من التأثر من قوت الأبس ممكن بيصر له نفس اتهاء سيديك اتوقع اسمعتها ممكن تعالجتها ممكن تعالجتها لا يكون اختها ايوالله اختها يا الله يا ليل تصميمها حلو لانهم قالوا انها تزور قبيلة دي كتير ماهم اخوات بالدم اوكي يقول قصة طويلة بس يعني ابنادتها باختها قاعدين يقولوا انه تشاسكا وهي مريضة وهي صغيرة كانت مريضة تعبوا عليها وسابوها كده في ارصال الغابة لابس كانوا بياخذوها بس يعني وقتها شوقها قدرت تحاربهم يب نجات قوتها شوية وقتها هناك ابو ام كيوكيو اخذوها عندهم تتبنوها يعني طيب بتعزيها البزرة عشان خايف عليها سي سي دو دو يا تصميرها مرة مميز صراحة نجوف بلوزتها كل حالة قلب ابدع فيها اوكي اوكي ستوب قاعدين يقول اذا كان بنتي هنا موجود كان بدينا نصلح هذا بكسوره نعم بتقول ان اش صار مع ها به و قاعدة اقل الملاني طب اذا الفتوه يفضل spell مميز تسوي ها يستغلوا الوضع لانو انت أحان قوتك راحت Brigh عشان كيوها سرا أقول الموجود لا حد المفرض يا ربي نعم انتظرون كيف والوضاع الشكله شي شوية يبدل كيف المكان ذا مكتب هذا ككيو 얘기를 رفقدت مقانه يعني انكم بتفتكر قصه معاك هيا بعض مشاهدة この人 زايد انتوجه عمل جده لكل قبيلة يعتبر شيء ملموسه تعني تكون أفضل من الذكريات تعنيrière تمتشرف قصه . شكرا أنه على كل شيء انه بمعنcomm جيبت تذكير يا الله يجدت AGصير تشربوا حزام مصارعك من جدا حزام خاص بالبادي بيلدرز ويتعرف تصيدية كمان في سمك حل المكان يا أخي تقول انه في غضيات كثيرة وهي واحدة تصدقها وتشوف انها قريبة من الحقيقة والتي هي انه الماضي والحاضر والمستقبل كله في مكان واحد راسها شمع ملع أول بايرواركون هي لسوت قوانين الناتلان أو كان ولد كان بنادم عادي ليس هاركون يعني كان بدون قوة حتى شكل واخد قوة مدري من رونوفا ومدري ايش هذي فلسيا ما عرفه وحط القوانين الناتلان نعم واخذ النار وحط القوانين صار قوي ومن ضمن القوانين هو انه اي احد يمدي يصير هاركون يعني من نتلان حقه نتلان سين يكون مرة قوية طبعا وكذا فعشان كذا سوما نسوي البطولة البطولة هذي تحدد الاقوى والاقوى هو الناتلان كذا بالنسبة لهم وياخذ النار النار دي تساعدهم قصير واقوية اللي دا حين قويتنا ما معاها النار السوق هذه ودتها ومن تاخذ النار تجيهم معلومات وذكريات الناس القديمين وعشان كذا هي عارفة كل هذا كما انها تبقى النار تقديمه ماذا هذا هاوه هواه حوه هاوه هواه 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 هم وابوه واوه واختها صغيره والصغيرة والصيري الذي سيرينز اللي ربوهم فهووه ايش صار عليهم حقه تقول ما اتواا نديد هل أفجحتوا؟ لا يعني كلهم بس رهيبة غفية هذه البايمون فعلوا أنها فخورة بماضيها وفخورة بمين هي يعني يقول حتى لو صارت هاركونة يعني ما معناته أنه تترك عائلتها وكذا فعلوا بغض حيبوني أخذ الصورة هنا ما أدري إذا هي من نسك قبلت كنيتش ما قالت ممكن يوضحوا السعير ونزل معهم بس ما مؤكد لا لا هذه البايمون بتسأل إيش صار بعد كده الصورة شكلها مرة قديمة مدري ما قاعد تشتغل ببنت بعد تبني بيوت ما قاعد تسألت شخصي ما قاعد تسألت تحليات الأخيرة ما قاعد تسألتها ما قاعد تسألتها ممتبت حتى فقط جابت طاري أخته فقط ما جابت طاري أمها وابوها وقالت تتوقع أنه هي في النهاية صارت معمارية وةبني بيوت وكذا وخلاص سحبت حتى السعال فقط ماضيها أصد هل أعرف بعد مين؟ طيب يلا خلينا نرجع كوتينا راه كوتينا لماذا كده شكلها ؟ موسكي موسكي شاكة في الابس إذا قاعدين نلعب بمخة عشان الابس يلعب بمخة ويجننوها لا يداري إذا هذا حقيقة أم لا موسكي شايفتنا الويوب ضرر من الابس دعائم كانت هتموت بس الويوب انقذها وقاعدت استخبه من الوحوش نعم يحاولوا يلعب في عقلها موسكي قاعدت يقول انه طول عمرها ما تؤمن بنفسها انها قوية وانها مميزة فما كان عندها مشكلة انه الناس يتركوها ويسحبوا عليها يعني شايف نفسها انه عادي يعني من يبغاها مسكينة استفل في نفسها وكون انه نحنا جينا بنحاول لانقذها هذا كافي بالنسبة لها تقول لي بتحاول ترجع ولا تحاولوا يعني تضحوا او تدوا نفسكم الخطر وكذا ما قاعدت حفزها وتقول انه نحنا بنجي كيوب من كذا هذا اخر خرج مسكي .ничئ تقل خايفة يالله تقول كل حولا ضلام بترجع على البيت SSTT بس ما ت با empowerment يعني تعرضوهم الخطر صح لها حق 2 2 نتلعب الي انه ليس لديغات اللي حاله لديغات اللي حاله ويروح شيئا نتلعب يقول انه نتلعب الكثير نتلعب نفسيا انه نحن نحاول نجيبه احنا مخاطرة انه نتعرض ل نبس تقول بتكلم تكيوكو انها تكون جاهزة اذا كان فيه اي خطورات لانا هي دكتور. ولا اخت التشاسكا هاهاهاها قلت يقول اشذا الوجه اللي قاد تسويه ضاربتهم مرة accountable مارosi ان تزاعل مرة قد تقول انها قوتها راحت pas senses' disfrان starring aqui تنظر من بعيد من هنا لازم يشوفوا لهذا شيء يهم يا اخي قد تقول عشان في الماضي في الواضل القديم ناتلان كانت مدينة التنانين كانت تنانين هم اللي نسكينا البشر مشوا فيها بعدما تسكوها بعدما التنانين وراحوا نقليلين اللي عايشين الآن من ضمنهم خويين نيوفي يشوف القالة اللي عنده كتفات يا مولاني أطلق أخر نعم يقوله بس يا ساتر نروح من حاجة نروح هناك مفقودة وباقي هناك وبندور على هذا الآن قددنا مكانها هتوقع انه يبقى المكان حق البصادة وانا شي افضل من دومين عادي بس اوه لا هذي اللي بندخله احنا دحين تحتنا تلان كنتحس بان احنا فيه اوكي هذا المكان اللي بندخله اهلا هل بنروح هناك اهلا مكان كله بس كده ايوه ايوه ده مكان حلو هذا هو المكان المملكة الظلام حلو يا ساتر يب كل شيء ممكن نصير هنا ها هلا بس حرفيا ممكن نلعب بمخنا اكي اني يوقف تحت النور و بي طلعنا اوه اوه ده شو اسمه مالكو اه ايوه مالكو ايوه مالكو اه صديق بيتشاما رهيب يا اخي يقول بيساعدنا يا اللي مات انا روح وماشي هناك اوفي عوض بالله اوه واخر ما يقال لك اخي لاني قريبين منه كيف يساعدنا المحزم شوية انك ما بتنكسر الشيلت حقه اصروق ما يمديني اضربه مكان مرة حلو اكي بيجو نعم اخيروا لو نسمع صوت اخونا يلعبوا في مخنا لبس يبيه لها والله اوب اوب ها قالوا اوفوا لحالنا احنا ايش يبودوا والله ايوه مين ايوه مين ايوه ايوه مين ايوه مين ايوه مين هذي مولاذي من جد ولا نعم اوكي 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 احنا جن بعض بس بدأوا يتلعبوا بمخنا شكلهم انه صوتهم لبس اوكي اوكي لازم نمشي بسرعة ايوه مين يالله ملقوا اوه 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 مسكينا قاعد تجري مسكينا من قوة الويوب ساعدها انها تكون مخفية شوية اخذها نرجع اوه اوه اتبان نزور الويوب معها ما تقول في شيء غلط في الريزركشن احنا عارفين قالت لنا اياها قبل كده اتوقع متأثر متأثر بلا بس اوكي في هذا المكان في 6 اعمدة لكل قبيلة دو بيلاحظوا ان الوحوش اللي موجودين هنا تشبه الوحوش اللي اللي كانت في update 2.7 حقين الابس برضو اللي كانت شاو بيودع منهم بيطيح عندهم اشتكروا له مكان بيطلعناه حسوا اتوقع انها من نفس الوحوش اوقع يعني ايلا في الكاز هناك برضو كانت فيه سالفة ابيس اعقوة الابس مهينة طرح ايه في الكاز اوه ايش ور اقوم نعم اقوم نعم بيحمينا الخير يقول اصمى عنده وقت كتير فغير اللي يودع بفايلة محزم الله لا ما احد يقاتل حاله رهيب يا خير معنودة حنبي يقاتل حاله بس يعني هذا هو الوحوش بالحجرة نفس اللي موجودة فغير نحاول ننقذها اوه في غير احنا نقدر نسحب اللبس اوه في احد في احد جايب اوه اه من في اوه اوه البايرو اوه تخيلوا كون نفس حق واحد وعليش 2.4 ولا 3 4 مادري حق الانكونامية مادري هو ولا لا اوه قتل ملكو الكاري ما توقع هي شكل مو هداك كاري هلأ هلا لا تقريش شهر هل تلعب معها نعم نعم يحق لك تنسى التمطيط ايوالله كيوت يا خي اخوات شكرا شكرا نعم خلونا نلعب بيه نصم بس الاثنين دولار اوه حقا كده الله مرحبا ايش هذا اوه خيره تكون حق اوه لا اوه حقتها اوه هذه حقت مولاني يقول طيب هي ما جابتها معاها اوه ايش جاب هنا ايش 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 انت ده ايش في اوه ايش هذا اوه قاعد يهنيها باللي سواتوا انها تنقذ كاتشينا رغم انها موجودة في الابيس ساطر بحياتها قوت صداقة يعني الشيء قاعد يقول خطط البايرواركون انها يعني توحدهم كلهم الناس على اساس انهم واحد وكل احد له يعني طريق يمش فيه وشي يسويه بعد هذا كله يمكننا نهزم يعني هاقوة الناس انت انا توباك 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 ايو ايو توباك 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 هلا والله توباك توباك مي توباك عايش توباك يسويه يسويه ام قاعد يقول عشان ما انها مدري اصحاته ولا مدري ايش من حق اسمها فهي يعني مدري فهمة كل الوهيوب ولا مدري ايش اصحاته قاعد يقول تحت اسم اموجة مدري اموجة يقول انه انتي جمعي كل القبائل وانقذي ناتلان من خسارتها لانه ناتلان حالته حالة دحنا من لبسه ولازم القبائل تتحد عشان تنقذ ناتلان بسيه اشتراتيه من عصر الحجر يا ساتر شوف فرق دعم نوك بطرة ناتلان اوه ايش هاد نا باي جامل لكن قاعد صررها ارصد ايش 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 اصار لهذا امو اعطاها معلومات المعلومات كله اللي عندها دخل في موقع كده طاقة واحدة راسها صداحة ولعت ايومين لا تصير فجأة عرقونة وانيبال عرقونة حقتنا يعني نو ديسترسبيكت يعني ما يعني كويس بس يعني ميتة قاعد تقول انه قول 500 سنة هو شاف وتنبع المشاكل اللي احنا في هذا الحين ويعني بدأت من زماني من 500 سنة تقول هي عارفة الموضوع هذه البذرة قاعدت تتوقع انه مولانة هي من الخطة شكل فيه اشياء صايرة ما ندري عنها بس اوكي لنرى ما يوضع الواءو في داخل ايوه ايش في الحجرة تتكلم لا تحفظ انا تقول انها مبسوطة انه وانو خطط الهارقونة قاعد تمشي كويس ماذا؟ حسنا نذهب بمزح لدينا حسنا حسنا تبني مجددا حسنا هنالك قفل اوه لا قفل اه الاكترو جيد قفل قفل تيمور جيد جيد اوه 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 شخص سعيد انتيت مرور يا اخي يا أساطري القوة يا أخي يا أخي رهيبه يا أخي رهيبه يا أخي رهيبه يا أخي رجعت قوة رجعت قوة رجعت شعره المولد حلو يا أولاد ياahريم يااخر رعيemia يامصن يا الساتر موجودة لا تتحرك من مكانها اللي قبل شوية جاءت انقذتنا هذا وعائها لكن شي واحد والله قوية ترى لا يعجب Motion طرح DIX konkurs احتراها لمصل عن مصير كيف تهشكل لا لااس نحن يال دعونا نكليما ان الكوست قريب او ماذا؟ نعم قلت تقول كل خطوة ده حين نخطيها رح تحدد مصير نتلان الله يستر شكله لا ما ادري والله انا ما اعرف طب خلينا شوف نكلمها واضح ان الكوست خلاص حين انتهي قريب هتقول ان الخطه وتقفر سال فالخلاص نه الدكتورة او ايش صار على الهراض ها؟ وعيها وعاها بجود انها قوية حوتا كيف كيف تسوي كل ده؟ ناك كويس كشوتا عين اقران ناك تقولنا هنأه ما ات 어�رنا بالعظة افضل ام تقول الا راكوونى انه بتساعدنا هذ الشي يعني قدام طيب ايش خططنا او يا الساتر يا ساتر قلت تقول انه تدخل السالفة على طول واضح انه أتلان ها looping على الوقت على تنهدم قريب ا tú يه احتمال انها تكون اقل من سنة وتودعين ثلان نيا برا مام كيف كده؟ ناك تدمر فيها قل من سنة بس نحن نحاول ننقذ الوضع إن شاء الله وما قرأت الخبر ده لناس كثيرين غير بعض الناس عشان ننقذ المدينة الدمار هذا مو بسبب شي قريب له متأثر يعني من أكثر من خمسمائة سنة بسبب الأبس يعني قبل خمسمائة سنة مع فترة كانرية برضو كل المناطق الأبس الدخل فيها ما نعرفش الليلائن بس يعني قاعد تقول أنه نتلان مو زي باقي المناطق لأنه ما عندهم يعني هرجة الليلائن مدريش فأكثر شعب ومنطقة يتأثروا من الدخول اللبس يعني فازوا بس الأبس أثر فيهم كثير وأخذ حياة ناس كثيرين يعني وأخذ فترة طويلة عشان يكونوا مرتاحين نوعا ما الخطورة ما زالت موجودة ودحين وضعها أسوأ من أي وقت مضى للأسف شو كل منطقة لها الليلائن سأنا ما نفاهمش الليلائنز تسويه ولكن عموما قاعد تقول أنه المشكلة هي جاية من المملكة الليل هذه لأنه هي كأنها الليلائن حق ناتلان على طول بعد الحرب يتوقع أنه عندهم خمسمائة سنة قبل ما مملكة الليل دي يعني ضاعت لها بس وقتها كان الناس ما عندهم أمل في ناتلان فألف مستقبلها حتى الويوب كان بيودع الحجر نعم إذا لم ترجعوا للشاب أما بعض يعني كان بيكون زي الحلم إنهم ينهل الأبس في المستقبل يا ساتر كي تقريبا زي فرنا الاركون وقتها أسوأ خطة يمتدى على مدارة خمسمائة سنة يا ساتر عشان ينقذوا ناتلان هش صح؟ نعم بتقولها عن توباك توباك مين يعني تقول إنه بعد ما جاءتها ذكريات عرفت إنه دحن هي عندها رول لازم تسويه مهمة يعني ممكن هي راح تكون هي اللي راح نسمى قال لها توباك مين هي جواب إنها تخلى القبائل كلهم يتحدود إضافت قائد ما لازمت بخير تقول إنه في شيء ما فهمته لأنه ذكريات هذه فرطة 1500円 لظمارتي ونفعل برية حالية وكانت إنتي أيوم ما قداموا إنتي غير بشرية او ماذا إنتي غير نعم قتلت قائد ما أن ين تقول سليHome لا 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 تدخل من فر wings المفروض المفروض أنك تكون لوين بشري يعني تستحيل تعيش كل هذه الفترة ولا ممكن يكون انها هي كانت زمان كده وبعدين اخفت نفسها انها البايرو هاركون وبعدين مرت 500 سنة دي حين رجعت اخذت العرش حق البايرو هاركون لان قبل كده كاتينا قلت لنا انه هاركونز يعجزوا ويموتوا ويضعفوا انهم بشر طيب اش بتقول قلت تقول ايوه مصعب انه الواحد يعيش البشر يعيش فترة مرة مرة طويلة كل واحد له عمره وهذه الطبيعة والحياة كده طيب يقول هاركونز يمديهم يطولوا حياته البشر عن طريق قوه ولعنه لعنه نفس ما صار مع دين سليف مسكين حالة وحالة يبا يموتوا اسمها كنو بلايد مياه قلت تقول بس انها تلعب ما عندهم هاركونز زي كده فلازم نمشي بطرقنا احنا طيب بوب 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 تقول البشر حياة البشر كأنها زي اللهب اللي بتتولى فقبل 500 سنة هي حطت حياتها وجود اللهب هذي يعني من اول هي موجودة في النيران هذي نيران هذي كل ملعة قادة تقوى صارت قوية حوتة قوية مرة كلا تقول بس انها لازم تموت قبل وقتها عشان يكون عندها فرصة تانية انها تعيش مرة تانية أو تقوم مرة تانية لا يكون زبحت نفسها ولا زي داوره قادة تقول تس كانو هل هذي يعني بكلام تاني انه هذي هي حياتك التانية وهذا كانت خططها هي كاملة داورة حوتا قادة تقول انو مقدرو يهزموا الابس زمان عشان كل القوايل اجتمعوا في قبيلة واحدة أو يعني يجتمعوا مع بعض وحاربوا هذا الحياة بعد دفنه يا الله أصبر أخي نشوف قلت يقول إذا مستقبل ناتلان كان عندهم فرصة لازمة الباورواركنز الجوة يعني يكون عندهم يعني يبنوا القبائل من جديد يعني و هذه علامات القبائل يعني كلها دي خطة من 500 سنة حتى الأحجار دي كانت خطة من 500 سنة قلت يقول أن الأحجار برضو وبتنقي أبطال من كل قبيلة ومشيرين طبعا على دولة لأنه كل واحدة فيهم بطل قبيلتها هذا هي المختارة عم دي ما فيوكة طلعت مرة أحوتها قوية تقول أنه يعني من أول كانت تعارفة من الأحجار دولة الويوب بيختاروا من كل قبيلة يقول هيو كانت تعارفة على حسب الخطة طبعا كل قبيلة مفروض ترجع قويتها من الأحجار وكذا لما نهيها تصحى بس في بارلات صارت بستة أبطال من كل قبيلة من 500 سنة يعني صار لهم بديل دحان نفس مولاني وكتشينا وكنيتش وكيا كنتش معا بس المعلومات اللي منهم ما جات دحان مولاني مع ها المعلومات من توباك مي ليسو من توباك يا الله يعني كل بسبب مملكة الليل هذي يعني التواصل بين الشعلة هذه النار حق ناتلان والويوب صارت مكفولة وقت ما صعدوا موردق بالدي رجعت قويتها طيب 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 لم يستطعوا من أول مرة لبس كامل دخل عارف كل شيء عشان كده تقول المستقبل الماضي را الصدع يا الله يا ليل يا الله استوعبت شيء عيلتها مين الصورة قديمة ومدراشة 500 سنة عيلتها ميتة را الصدع وقفلت السالفة ومشيت دام والله حزن يا أخي حزن والله حزن توقب انها مضحت بنفسها عشان ناتلان كله ياخي بدأت حبها مرد قصتها مرد يعني تظل هي في نهاية بشرية ترى مازالت توقع يعني توقع بسناها قوية حوتا يعني مسكت عرش الأركون مرتين تعرفين ، هذه الدرجة قوية ماشاء الله يعني هي اللي يعني هي اللي حطت الخطة دي اللي بتتكلم عنها والبايرو أركون القديم وسوى خطة ومش? طلعت هي القوانين ممكن م هو هي أكيد هلنين قبلها كانوا لأنها كان ولد لكن الخطة التي انقاذ نتلان كانت هي من أول حوتها والله رهيبة يرى زي ما قلتها هي الكاتبة وهي قاعد يقول أنه قوتها هي وقوت الأحجار صحية لما هي رجعت لكن ما كانت كافية لازم يكون فيه كونكشن قوي بين الحجر وبين اللي ماسك الحجر نفس اللي ما صار معمولاني وطاق ظهر وعطاه المعلومات كلها ولازم يصير مع البقية الخمسة زي كده عشان كده حاولت هي تسوي اللي تقدر ها اوه اوه زي لونن وكينيتش وانيانسان اوه هذه البذرة اوكي اوه 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 زي لونن الجيو اللي يفتيجي لبدأت الجاي وكينيتش خوينة وفتكر لما قال أنه لما نراح هناك أرصد لا أدريش قبل ما ندخل الحرب الأكت الأول وكان عنده تواصل مع الويوه وكمان اوه 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 عشان كده ديل اوه انسان ديل بذرة الالكترو تقول هي عارفة الخطة عندها المعلومات شويتين اوكي وكمان مفروض مولاني مفروض انه مولاني كمان ياب مولاني كمان صح مولاني يس عارفة باقي اتنين مين كاتشينا ومين عندنا أقل من من سنة لازم الاتنين دولة يبلوا حقتهم بشكلهم اوه ما يمدينه نبدأ خططنا لانما الابطال كلهم يجتمعوا توقع كاتشينا هي بطلة هذا بس معاها الحجرة اه صح كاتشينا من بطلة الفهدة صح الفهدة قالوها صح فهدة من الشلدرن وفيكو صح هي من نفس قبيلة كاتشينا هو تدي الفهدة يا عمنا طيب يصير باقي اتنين من القبائل اللي ما نعرفهم حقة الورود توقع باقي ممكن ستليلي تكون منها ستليلي مدريش اسمها ديكا الكرايو ممكن تكون من ضمنها بس ما احنا متأكدين ما يمدين نسوي شي تقول غير لما تتفعل القوة عندهم كلهم قعد تقول إذا عرفت كل هذا الموضوع من اول ليه ما قلتيل من اول ما حيكون الوضع اسرع واسهل همم تروه اخي عندها ببعد نظر اخي رهيبة قعد تقولي هو صح بس في نفس الوقت ممكن انه لو عرفت بدري بزيادة ما رح تلاحظي قوتك الكاملة يا تشاسكا مو منهم يا هي بعد ما حاولت انقذكتشينا انا عرفت قيمتها نعم تقول تشاسكا انه ما رح تقولي لنا مين الاثنين الباقيين صح اي يا الله تقول وقتهم بي يجي احنا بنسأل طيب لو فات الوقت ايش بسو تقول لازم تثق في الوايوب تقول هي معمرها وثقت انه يمديها تحل هذه المشكلة حالها يعني فضلت انها تثق طبعا في الناس يعني يتساعدوا تقول انه نرجع لناتلان ما يرجع للأركمز حقونا ما يرجع للأركمز نتلان يعني يرجع لهم كلهم يعني كل شعب نتلان احنا سمعنا انه زمان مر سمعنا قبل ما نجيج لناتلان حتى انه نتلانز كل شوية لأركمز حقوناهم يموتوا كل شوية قاعدين يطاربوا بس ويموتوا عشان انهم بشريين مان يا ليل الصورة توقع مضحدوا بكل الأغراض حقتها عشان تقدر تنقذنا توقع يعني صورة يا أخي هناك أكثر شيء زراء لها الصورة ما هي موجودة فوق الطاولة تقول كلهم أبطال من نتلان وكذا كل شيء أو كل قطع كان لها قوتها خفيفة مرة فجمعتهم كلهم وهذا وضوع نتلان لما يشتمع كلهم تصير قوة قوية مرة هناك في حرقاتها وقدر تستخدم قوتها وقدر تفك الجاز بين عالمين فوراتها يا أخي ما هي مدية ترجع خلاص حزم ما بقي شيء اللي ضحت فيه يس فاهم أن تعرفوا أن تضع ليمون على الجرح ما تعرف تسكت تقول طيبي هذه مو كانت ذكريات وكنوز يعني مهمة بالنسبة لك طيب ما رأيك في القصص يا أخي أسكتي يا أخي صورة يا أخي الصورة يا ليل مين مين ما كانت في الأركون سيخدم مين مين والله السعاد يا أخي يا ليل يا ليل يا ليل أوه ما هذا؟ قالت أننا يأتي بعدين فأنت لا أحقا يا هاتي يتوقع لمن قبراتها لا أرى الآلامة أعطتها لإلالاركونة تعميم هذا واحد قديم شكله من أيام يقول أنه معلتنا حالة والقبائل لحالهم كل واحد التي تتوقع ونتي تتوقع أن المستقبل البعيد سلاح الباتلباس شكله من سلاح الباتلباس هذا توقع قاتل الخبطة نااااا نفس اللي الأصورة توباك و ملوني هذا أشياء هي من رضفية نااااا نااااااا قلت تقول له ان انا انت راحل المستقر لخمشمائة سنة قدام لتكوني البايرو اركم مرة ثانية مممممممم قلت تقول طيب ايش طيب ايش يعني يعني في وضعك الحالي ايش ايش الوضع يعني ذا حين ايش يعني بس هتموتي يا الله راحت وي صغير عشان كده لون باي من الهبلة سألتها تقول اتوقع انه ممكن صارت معمارية وبنت بيوت كويسة المهم قفلت ام السالفة فالأم تفاهمه وتقول ما يزيرت سليها اصلا زي كده هذا قراءة هي ويتستاهل دائما سكينا اخي مرة ضحت كثير نويا قعد تقول انه لا تشيل يهم راح نبني القبائل من ذلك حتى المستقبل عشان مستقبلنا تلان نويا اخرى ان تابعي اخول عشان ما تقنوه حتى المهم اخواني دائما نثق فيك اختي قدت يقول ايش فين ابو مفرود يكون هنا اه يا الله مسكينا يا اخي قدت يقول انه واضح انه ابو ما يب得 يجي حتى انه ما كان باختياره ما يبت يجي لانه ما كان بيعرف شي يقول ولا شي كده وهي كده طبيعة قدت يقول للبنت بس يعني ممكن ابوها زعلان منها أو شي لا اتذكر ماذا ما حدث في المستقبل دائما نفتكر انه يعني نحن 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 انه ناركونا ايها لو تلاقيها من الايام تقول تعرف انه ما يمدئها تعيش طول هذا الفترة فترة طويلة بس بتفكر بشيء تقول اكيد فيه طريقة يوم ما بتدور عليها وقال يوم تقابلوا مرة ثانية وبتلاقي الإجابة تقول لا تنساني ترغيبين يا أخي كلهم واقفين معهم ترغيبين ما قولته هذا ما قولته طالعا اتوقع انه محد يقاتل لحاله اتوقع هذا اول اركون للبايرو اللي كان بشري اصلا يعني هو اللي حط القوانين وكذا او انه واحد من الاركونز لانه شكله مدري دولا مكتوب انه صوت من الماضي بس يعني شكلهم كلهم اركونز على مدارة صنوات ممكن اونات شور طبعا ما اعرف بسوط اللي قبل كان يقول انه مين بي بينهي هذا الشي ودي قالت انه احنا المخذين الذكريات والمساطير اوكا هذول الناس اللي كبروا جنب الشمس والهواء اسحب لدينا مصيف جيسد و جيبوا سيستار فايتستهل شوف كيف الوضع يا ليل ما تكفي ترور بعمية صحبة ما تكفي ما قعدت تقول انه احنا الناس اللي يعني اخطينا اه كتبنا مستقبلنا ودستوني حقتنا مكا هذي نار ناطلان وحياة شابها مين بسرعة نقطع اوه عصبتها بالعنية عشان اوه مدي يا الله مكا طلعت عصبيتها من بدري تقول عشان بعض المرات لما هي قوية لما تقاتل كويس اوه المترجم الناس اللي يعني اخطي رأيه ويتكلم اوه اوه يا الله ما ما قال اوه ما قارت من الناس اللي اوه مين الاثنين الباقيين اللي بيطلع من قرية قرية قبيلة الورود وقبيلة الماستر أقل نايت ويند عارفة ومو عارفة ما قالها عارفة انه يطلعين من القبيلة ديكا هذه كمان عارفة من اول عارفة دي سوكا قالت لان انها عارفة بعض الاشياء بس ما يمدينها تقول بتخلى ركودة تتكلم طيب ايش انتك ناح شوفوا كهسته وشوفوا كهسته حوته دبه اوه 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 تخيلوا يعني هذه كانت عندها الفرصة انه تعيش حياتها كاملة بدون ما تقول شي لأحد وبحريتها وكمان وهي مبسوطة لانه الشي هذا بيصير بعد 500 سنة هي قررت لها تضحب حياتها من قبل 500 سنة عشان تنقذ نايتلان ربما انها ضحت بحياتها كاملة مان رهيبة الصراحة مره رهيبة مره رهيبة كان بديها تعيش حياتها وتموت موتها طبيعية بدون ما تسوي شي بس لا مان انها قوتها باقي ما رجعت ترى فودت قوتها قاعد تقول تخيلوا لو قلت لكم دحان خلينا نمشي الان وننقذ الشمس عشان بعد يعني بيروح نور يعني بيكون شي نوعا ما غبي ما قدرت يعني التوقف وهي صاير ذاش الشي مع قاعد تقول انه في النهاية كل جيل بيجي بيكون لوها بطال ونفس هذا الجيل برضو والخطة رح تمشي يعني الخطة برضو رح يمديها تمشي بدونها بدونهم او حتى بدونها هي بس عشان هي اللي صوت الخطة هذي تبتشوفها للنهاية يعني اش بيصير هاي دي يقسم بالله طيروها دي طيروها خلاص لعجيبوها يا اخي دي تسوقها تقول اوه 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 طايم انه جوبها فتكرت الصورة اللي كانت في غرفتك هل هاتي كانت من عائلتك من ايام زمان يا اخي لا تتكلمي خلاص يبدي استنتجنا ده الشي من زمان احنا وحزننا وهذا يا اخي تقول ايوه ايوه اسلعة قاعد تقول انه ايوه كانت الصورة يعني لما انسألتها عن اختها الحقيقة هي انه لاصف ما عندها اي معلومة يعني معلومات قليلة بس تقول من تحليلاتها هي طلعت في النهاية أخذت شهادة يعني وطلعت معمارية يعني هلو هي بتقول إنها القدام كينيش موجود برضو في الصورة أنا قاعد تقول هي ساعدت في بناء شاسمه القبيلة حقت الكانوبي كانوبي واللي هي حقت كينيش وساعدت في بناء بيوت هناك طبعا بس رغم إنه أكيد طبعا البيوت حقتها يعني تجددت وما هي موجودة حاليا يعني تقول فخورم إنها أكيد نحن قاعدين نقول إنه هذه هي حياتك اللي سحبت عليها شو كيف ضحّت بحياتها سحبت على حياتها يا أخي عيلتها أهلها مين؟ قالوا منها كانت العركون زمان برضو هي تخطط الموضوع يعني من هرجة إنه تندم وكده ومو حلو الواحد يندم يعني على شيء اللي يسويها طبعا نحن تقول إنه هذا حرب وما في حرب يكون بدون بلا خسارة تقول إنها هي برضو مازالت محظوظة ورغم كل شيء يعني مقارنة بالناس اللي خسروا حياتهم للأبس قالت تقول إنه ناس ناتلان شعب ناتلان يشوفوها كالأركونة فهي أكيد تبا تاخذ مسؤولية إنها الأركونة فيعني لازم تشوف اللي بيصير لناتلان للنهاية فإحنا نريد نسأل عن هرجة الحيد قالت تقول إنه لا تنسوا إنه في المستقبل الماضي والحاضر برضو وأنهم موجودين في نفس الوقت ومن دلكلام كلهم مهمين ويعني رجعت تقول إنه إريق يعني لا تمشوا بس على إنه أوه وذا الشي بيصير وخلاص لا لازم قعد تقول إنه حتى لو المستقبل يعني إنه دمار نتلان هذا مو معناته إنه بنستسلم ونسحق شوف قالت تقول إنه هي بشرية ما مجدية تعرف مستقبلها وما مجدية تستسلم على متاب نحنا لسه نقصنا 2 بطلين يعني أوه ثلاثة؟ بتلمح إنه إحنا تبعنا نكون في طرفها ممكن ممكن كمان خططها إنها كانت تعرف إنه إحنا بنجي معني ما أدري والله ممكن ترى عشان كذا انتظرت 500 سنة برضو اتبان إحنا نكون مساعدها طبعا تقول إذا مجينا معها بتعطينا انشنت نيم كمان لنا إحنا ما كتونا إنها تتسوى ولا هي تتسويا في عدد شروط لازم لتسوى كميس يعني فيفتكرونا البيجوات كده وكل شي صار في الاتصال انطرفنا لو انقضناها يعني فيينكتب طلخ رحيب أخير تقول إنه بيكون يعني والي خسر قوته ما يمديهم يعيشوا بس اخذ هذا الشي يعني تيعدنا انه ما رح تخلينا نموت تقول انه دائما بتكون موجودة معانا وتيعدنا انه مهما ايش ما صار يعني دائما تحمينا تقول بنروح لي زايلونن هي اللي تسوى القابل ادي او لا تقول ما قد تسوينا انشنت نعم لي اوت لاندر يعني شخص من بره ناطلان بس هي تتوقع انه يمديها تلاقي طريقة نعم حسنا الفعدا حدادة ها هذه الاركون الجاهد اوه اوه نعم ياخي مين بيقتلوها مين مين بيقتلوها حقين الفتوى يصدقوني حقين الفتوى مين بيقتلوها يصدقوني مين مين شيلوخ خلاص يا اخي مين خلاص حاربت قوي انت الكابتان وتكفى ولا ترجع قاعد يقول احنا جانا خبر ان الا الاركونة خسرت قوة كبيرة من عندها يعني صارت اضعف وهي ودت قوتها عشان تحمي ناتلان ماهو شاكو ضارن هتو شو كاكو بتادي وامن شيلو مات مات يا الله اوه دم والله صاح الممكن يكون في واحد جاسوس ايو مين ، في واحد خائد ولاش مفروض ماهو احد يهرف داش شي كيف يعرفوا ااااااااليكم في احد خائد صع قاعد يقول حتّلو انت مصاب هذه فرصة ممتازة ان اخد النوسس يبقالت الاركوني سر شوبتها شيل جاكتك خلينا نشوف الجرح والله رهيب الصراحة قاعد يقول معنا مفتوي خصيصين المفروض بس والله يبب الصور قاعد يقول الفوز والخسارة قوانين مو نتيجة الفوز والخسارة هي قوانين مو نتيجة فما يبغى ياخد أدوانتج عليها ومنها ضعيفة في الوقت الحالي وما يبغى يبدأ الآن شكلوا ناوي يجلدها بقوتها ناوية حوت واحد اصلا النوسيس معها ولا لا احنا ما نعرف هذا الشي غالبا معها لانه مو معقولة مع انه الاركون بشرية شي غريب ممكن محطوطه جوة النار ولا شي بس حتى احس مو معها احس انها جوة النار وشي زي كده مين مين الخاين مين الخاين من احس في عد خاين او انه شوف ما بيورونه قاعد يقول اه بالنسبة لك انت انا لازم اقول انه انا ما توقعت انه تركاتك الخفيفة بتنقذنا يعني بتنقذنا عررون يا اخي هذا عررون صدقوني عررون اللي طلع في التريلر عررون انا احس انه عررون عررون كنيسه يعني جبل كان جنب الكابت مدري ايش قاعد يقول انه مدري ايش الشمس باقية مقولة كان فاضي مدري قاعد يقول انه هي ما قررت انه ما تسوي ذا الشي كان مدري ايش تسوي بس يعني توقع انه انقذ الكابتانو قاعد يقول انه ما عندك وقت وانت كمان مصاب فوق هذا كله فايش اللي ناوي عليه قاعد يقول انه انا بدأت اشوف انه انت قدي كيف ممكن تكون مفيد قاعد يقول انه قاعد يقول انه انت سمعت شي من هنا صح ولا مهان ما نعرف لمين وجهت جملة هذه ما ادري اذا كانت لنفس هذا عررون ولا في احد معه زيادة ولا ايش بس اعجبني انه من جد انه ما يبقى يستغل يعني الاركونة طيب عندنا بعض الاصلاء بنسأله عن مكان الكابتانو في احد انقضه من الماسترز من الكبيلة باقي مرة تنين الطير نشوف اذا بنقابل بس التنين بينقضه ينقض مين رهيبة يا اخي مرة حلو انظام نتلان انه طلعوا الاركونز من الاساس بشر يكونوا مرة اقوية وبيحاربوا بعض لما واحد يفوز يكون هو الاقوى مرة حلو القصة عجبتنا الصراحة في شيء ما اعجبني صراحة في شيء ما اعجبني ما توقعت بياثر فيه مرة لانه ماذري بس في شيء ما اعجبني اللي هي وMP حلو انهم يتحدوا اتحدوا فيهمتوا في فرق ياخي وفي فرق بين انهم يتحدوا مع بعض ويحاربوا وبين قوة الصداقة حرفت قوة الصداقة هذه موصول قوة الصداقة صراحة هي ظارد كتير جيدون القوة الصداقة صراحة اوقوة الصداقة هذه 30% بالنسب لي انا يعني بس الارقم كوست ابدع فيها ما شاء الله ومرة ممتازة ومرة اجبتني ممتازة يا اخي ممتازة ممتازة ننتظر ونشوف كيف الاوضاعه بعد كده ناخد جاهزاتنا وناخد كمان برايم الجمس حقتنا هنا برحة يمي يقول ما ترخلت ها اي 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 عارف انه كان يمديها قوية مرة ترطلتها يعني كان يمديها برضه تمشي في الضباب وتودي وتجلدهم الاثنين سوا بس هي قوية قررت انه لا ما نعرف لين يمكن ما تبقى تذبح الكابتانو من الأساس ممكن عنده تبتعرف شو وراه يعني ممكن نها ذكية وقوية وبشرية فوق هذا كل مرة عجبتني يا أخي رهيب الصراحة رهيبة يعني ما توقعت انه شي شي بيكون رهيب لدي درجة بسوالله أبدأ عمره بزيادة أبدأ بزيادات أتمنى كده دائما يعني يسرد القصص بطريقة حلوة أنا ما أحب أقارن القصص ويعني بمكان ثاني بس مثلا يعني زي أقارن هبة بناتلان ولا ماليش أقارنها بفونتين ولا شي زي كده حب مبسط بكل قصة عارفين بس أحس قصة فونتين كانت أقوى بالنسبة لي أفضل نوعا ما بدايتها بس مو معنات اني معني مبسوط يعني بالعاكس مبسوط القصة مره وماره مستمتع ومتشوق اللي جاي قدام أحب أدخل على القصة بريندد لما نخلصها نتناقش عارفين لأنه في ناس من جد يا انهم يحرقوا يا انهم تحليلاتهم مره صح فما حبني أقرى ذي الأشياء فسامحوني ومالومكم حقين النظريات بس ما شاء الله تحليلاتكم غالبا تكون صح ما شاء الله عليكم فما حبك تلمتع على النفسي عارفين ولا ريكشيناتها هذه ما بتشوفها ما قدر تصنع على الصراحة يعني عموما لو بعطيه اللاركون كوست ممكن أعطيها 8 من 10 ويتش فيري قول عبدع عبدع مرة مع مايفيك يا أخي مرة حلو كان بلوت تويست أنه من جد هي اللاركونة نفسها اللي كانت موجودة قبل 500 سنة وكيف ضحت بنفسها هي بتمني حب هذا الشيء مرة مرة خلاني ممكن أتعاطف مع دعس عليها برن اوكي صندوق خلاني تعاطف مع الشخصية أكثر بالنسبلي الصراحة مرة متحمس لها وخايف عليها لأنها هي والضحية ضحايا نحن لكن تودع على شي الصراحة نعوين عليها إن شاء الله وسيتو حقها قول نجيبها سيتو ندري نشوف كيف الأوضاع بس يعني يواد أنا مايفيكا ما أقدر أقول لكم قدي كيف حبيتها بس شوفوا رياكشني وقت ما نزل تريلر ناتلان بس هذا اللي حقوله شوفوا رياكشني على مايفيكا وقت ما نزلت ناتلان هذا معا معا كل واحد اللي هو رايو أنا عجبتني بس ما علينا أبدعوا وإن شاء الله يستمروا والله يستروا أنا عندي إحساس إنهم حيسووا كليف هانقر وسخ لبديث الجاهي لأنه قالين 5.2 مافي مافي شسموه مافي أركون كويست ها 5.2 مافي فكليف هانقر يسووه من 5.1 ننتظر لـ 5.3 بتكون مرة موجعة هاي بالننتظر ونشوف كيف أوضاعها الله يستروا قالوا مافي قالوا مافي قالوا 5.0 1 و 3 مافي 5.2 الله صحيح الله صنو الله أركون كويست أحفظ لكم إياها إن شاء الله في تويتش إن شاء الله هل بنزلها يوتيوب ما أدري صراحة ما أدري خلاص هذا مكان كويست نوقف فيه صراحة مرستم تحت في العرقون كويست نشوف كيف الأوضاع خلاص بنوقف الآن هنا ونشوفكم إن شاء الله بكرة وقت النقم